هو كل حاجة ما بتخدش عادي الرمش مش رمشة ماشي مش أعرف الحواجة بمش حواجة بيه تمام الشعر مش شعري اوكي رأش شلال بتاع دي تأخذ لها طب하 دي وحشة جدا في طب الأسنان اللي بتغطي يعني بيستخدمها ديلي متدقاوي يعني مناسبة مش عارف ايه قال لها دي أسنان أغمى عليها وعلى فكرة دي القاعدة الأساسية اللي عايزكم تعرفها الإنسان يتقبل أي شيء في شارك حياته أو في الإنسانة اللي معجب بيها إلا إن سنانها تكون وحشة سنانها وحشة كنتم معها الباقي كله أزواء في ناس تحب الطويلة في ناس تحب القصيرة في ناس تحب السمرة في ناس تحب البيضة في ناس تحب الشعر الطويل في ناس تحب الشعر القصير في ناس ما يفرقش معاه الشعر خالص كل وارد فيه ناس بتحب البنت اللي هي اللي أنها خضرة فيه ناس تحب البنت اللي أنها السودة لكن مفيش حد بيحب سنانه وحشة لا بنت ولا راجل كلام ده حطوه في دماغه كويس قوي ولذلك اللي عايش عنده سنة مفقودة وعمل يصير فلوسه يمين وشمال بقوله بليز أعمل سنانك وخصوصا إن دلوقتي فيه حاجة بقى لازم أقولها لكم سنة 1952 فيه تسمية قالت اسمها الاندماج العظمي على الظاهرة اتواجدت عشان توصف ارتباط التايتينيوم بالعظم المفهوم بتاع الاندماج العظمي اتطبع في طب الأسنان سنة 1960 وطبعا واحد اسمه برون مارك هو اللي بدأ يشتغل للشغل ده وبرون مارك ده بروفيسور في جامعة غودنبرج قام بوضع غنسات الأسنان لأول المريضة البشرية اسمها غوستا لارسون ده بناء على فهمه إن فيه حاجة مهمة جدا نسمها لاندماج العظمي ما بين العظم وبين الغرسة النهاردة هنتكلم على الغرسات الجديدة والأنواع الجديدة والتايتينيوم وفيلم كبير قوي وليلة يا باشا النهاردة في الحوار لأ وبعدين فيه حاجة تانية كنا بنخاف من الزرعة لزرعة تضرب عصب لزرعة توصل جيب أمفي طلع فيه دلوقتي تقنية حديثة جدا تخلينا وبمتأكد أثناء الزرعة إن أنا بعيدة على العصب وبعيدة عن الجيب الأمفي وما فيش احتمالات إن أنا غلط يعني التقنية اللي هنتكلم عليها دي تقنية تحميني أثناء الزراعة نفسها مش تحميني قبلها وأنا في الزراعة معتمدة على خبرات أو رؤية قبلها قصة برضو موال جامد قوي النهاردة القصص والبواويل كثيرة مع ضيفي العزيز الذي سيبدأ في حواره الغير تقليدي والممتع دائما أستاذ دكتور شادي علي حسين كل الطب ببني علاقة داك نوز تشخيص إهمال الأسنان كاليس يا دكتور عيمان وتشخيص الأسنان حاجة في غاية الأهمية ربنا خلق لي مقاييس قياسية لأسنان حشوات تجميلية يعني يعني إيه كلمة حشوة تجميلية طرامة لسه ما وصلش للعصب يبينسميه العلاج التحفظ دايما الناس بتهم الأسنان في مرحلة دي عالم طب أسنان القفال يبقى عالم مهم جدا شهرة القشرة التجميلية في الغرب أكتر كتير جدا من الموجودة في مصر تحضير القشرة التجميلية هو أصعب تحضير في تركيبات الأسنان مفيش حاجة اسمها قشرة مجار تحضير أربع ساعة عابت خلص الزلح أنا يا دكتور هخش لك العيادة هطلع من عندك بفاضي ولا بسنان هتطلع بسنان بس في الأول و في الآخر أنت ماشي بسنان أحسن من لتا دفعش الأستاذ الدكتور شادي علي حسين أستاذ مساعد بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس دكتوراه علاج الجذور بجامعة عين شمس ماجستير علاج الجذور بجامعة عين شمس زميل الكونجرس العالمي لزراعة الأسنان عضو الجمعية الأمريكية لعلاج الجذور المدرب المعتمد من الجمعية العالمية لطب الأسنان الرقمية اسمحوا لي الرحب بطائق العزيز اللي هيمتعنا النهاردة بحوار أكيد يعني ممتع جدا وجديد لأنه في دمج بين حاجتين مهمين أوي طائق العزيز والسان الدكتور شادي علي حسين أهلا بيك دكتور أهلا بيك دكتور أيام إيه بقى إنما أجمع مثلا اتنين تكنولوجيا يخدموا بعض بس قبل ما ندخل على التكنولوجيا إنتعرفي عايز أبدألك بحطة مهمة أو فيه ناس كتير أو معها تبصلي سنة وقعة وبيصرف فلوس في الهيافة مش عارف إيه مش عارف إيه إيه يحصلوا من جراء هذه السنة المفقودة والأي المشكلة في النقطتين دايما هو الموجه لنفسيات معظم الناس ويمكن إحنا بقى يمكن في التخصصات تانية برضو بنعمل كده الحاجة الأولنية هو إن الإحساس إن الموضوع هيبقى مؤلم و هياخد وقت فممكن يبقى كسل أو خوف الحاجة التانية إنه هو يبقى شاف experience أو شاف خبرة من حد تاني مش كويسة أو سمع كلام من الناس بتحسسوا إن الموضوع بسيط أو هو حاول إنه هو يشوف الويكيبيديا أو الحاجات اللي بيحاول دايما كنا بنحاول إنه بص على جوجل يقول لك جوجلت فتلاقي إنه هو هيداز إنه إن المشكلة دي ممكن تؤدي لمشاكل في الهضم لمشاكل في ده يعني ممكن ناس كتيرة جدا عايزة أقول لك ابتدت إن هي تتخس وتبقى تلعب رياضة ومش عارف إيه والكلام ده كله مجرد من ابتدت سنانه كان الأول سنانه الخلفية دي مش موجودة وهو مش مهتم بيها شكل الوش أكبر سنة كتير جدا هضم وحش جدا أبيز وتخين ومش عارف يبقى حاسس إنه هو مبسوط ليه لإنه هو مش عارف يأكل الحاجات الألياف والحاجات المظبوطة والحاجات الهلسي علشان اللايف ستايل كله بادي من الفم بيت الداء على رسول الله السلام على قوله رسول الله السلام إن بيت الداء هو الفم المعدة بيت الداء المعدة بيت الداء بس طبعا كله يعني يعني حاسبه من قدم لقيمات إنه يقبل عضو ده طبعا يعني فلما بنيجي نتكلم إحنا جنرال ابتدينا إن إحنا يعني مرة واحدة كده مدخلين اتنين تكنولوجيا في الزراعة مع بعض علشان نحسن experience بتاعت الناس نوصلها يعني للألتمت زي ما بيقول أول حاجة حراكة دي سيمكن بموضوع الاندماج العظمي أو الاستوينتجريشن وأول واحد فعلا نعملها هو برانا مارك وأحسن ده كان دكتور عظام بيحاول إنه هو كان يعني معاه إرشين كان والده غاني جدا فكان بيحاول يعني عنده كاميرا لما جوم يعملوله كاميرا ده ما حراكة مثلا كده بتيجي تعمل حاجة دهب يعني مثلا اللي بيعمله عربية دهب فهو عمل الكاميرا من التايتينيوم التايتينيوم ده كان يعني بيستخدم قبل البلاتينيوم كان هو دهب لبيض بتعزمه كان التايتينيوم ده الحاجة إيه قبل البلاتينيوم كويس؟ هو داركر شوي عن البلاتينيوم وبرضه عنصر من العناصر الخاملة الندرة في أعلى الكيميكل متل تشين فطبعا عمل الكاميرا من التايتينيوم ففوجئ برد فعل العظم أو الاندماج العظمي ده الظاهرة دي اكتشفها إن هو كان دخ حاطت الكاميرا دي كاميرا صغيرة من التايتينيوم حاطت عشان يصور بيها التقام العظم بعد الكسور ففوجئ إن حصل اندماج عظمي ما بين التايتينيوم وما بين العظم والأنسجة الرخوة كمان اللي هي زي الجلد وزي اللاسة وزي الكلام ده كله بتتقبلها بشكل هاية فطبعا الهافن أو الجنة بالنسبة لأي حد دلوقتي إنه يعمل الحاجة من التايتينيوم فابتدينا إن إحنا ندمج الشكل الحلو بتاع البورسلان الشفاف اللي عاملينه جديد اللي هو الألترا ترانسلوسن زيركوني مع الهيكل التايتينيوم شكلة التايتينيوم الأساسية إنه هو محتاج مكان من نوع معين مكان اللي هو السيئي النسيك كبير جدا محتاج ديزاينز عنيفة لإنه هو الموشنز أو حركة المكانة اللي بتخرج دي بتختلف من حاجة للتانية فهي محتاجة زي ما تقول كده دكتور أيمن لاين صناعي وليس لاين طبي تو سبورت لاين الطبي فلازم يبقى فيه حاجة زي مكان مصنع تبتدي تقدر تعمل فيه الفريمورك التايتينيوم ده فكان فكرة أو تكلفة الكلام ده كاكوست افاكتفنس أو إن أنا أقدر أعمل حاجة زي كده أعمل مصنع تايتينيوم عشان أعمل بس مجرد تركيبات ما كانتش تنفع إنها تتم على مجموعة عيادات صغيرة يعني ماينفعش واحد في عيادته يجيب مكينة تايتينيوم مكينة هيوج ماشين عشان تعمل تايتينيوم دي محتاجة مكينة زي ما حالك شايفها كده مكينة ضخمة جدا فطبعا الحمد لله أنت عارف شاي نواة توصلت أربعين عيادة فبقى عندنا كمؤسسة علاجية من أكبر مؤسسات العاجية في الشرق الأوسط بقى عندي الكاباسيتي أو الكام إن أنا أقدر أعمل مصنع للتركيبات وأعمل التايتينيوم فدي أول حاجة اللي هي التايت دايموند اللي إحنا قدرنا إن إحنا نعملها وزي ما حالك شايف كده تايت دايموند اختصار تايتينيوم بلاس دايموند اللي هو الـ U-T-M-L الـ Ultra Translucent Zirconium بلاس زركونيوم تايتينيوم وزيرم وزيركونيوم الزيركونيوم اللي إحنا متعاودين عليه بتعامل بالكمبيوتر وطايتينيوم كمان معمول بالكمبيوتر فده ندينا أولا في التركيب إن أنا أقدر أركب فترة أسيرة جدا التركيبات التآكل بتاع العظم حوليها أولا جدا اللي الالتحام بقى أصبح الأربع زرعات أو الستة زرعات ملتحمين مع التركيبة هم حتة واحدة فأصبح في توزيع للأحمال هايل وزن التايتينيوم دا خوف في الريشة عمره ما يكون ريحة وحشة ليه؟ لأن ما فيش ما يلتصقش على سطحه أي حاجة البكتيريا ما تقدرش تلتصق على سطحه اللاسة بتتعامل معاه بشكل هايل ما يبقاش فيه فراغات طبعا التايتينيوم دا انت ما بتشوفوش دا بيبقى تحت هو دا اللي منتصق في اللاسة اللي حالاك بتشوفوه هو الـ Pink Porcelain Porcelain Lino Pink والتركيبات اللي هي بسبب اللي عندهم نقص في اللاسة اللي بتجين زراعة شبه لاسة صناعية بالزبط الحاجة الجميلة في الموضوع بقى كمان إنه هو مفهوش أي مادة لازق يعني يمكن كنا منتكلم عن الحاجات دي في الـ Single Implant في الزراعات اللي هي بتاعت السنان المنفردة إن دايما مادة اللازق هي السبب الرئيسي في حدوث الـ Peri Implantitis أو الالتهاب ما حول الزرع ليه؟ لأن مادة اللازق دي بتنزل بتدي تعمل التهاب حاجة ما كأنه الجسم يعتبرها جسم غريب وتبتدي يحصل التهاب وبوست تلاقي إن فيه ورم حوالين الزرع بعد ما بيلزق التربوش أو بعد ما بيحط التربوش دي التايتينيوم دا بيترب التايتينيوم في تايتينيوم فأصبح مفيش أي مادة لازق موجودة نهائي طيب ده منظر يمكن الفريم ده قبل ما بنحط عليه الجزء الزركونيوم والجزء الـ Pink وبعد ما بنحط عليه الجزء الزركونيوم والجزء Pink يمكن برضو معنا صورة ليه دي بقى شكله طبيعي أسنان طبيعية تماما كان شوهر بذلك كله فده الجزء بتاع التركيبات يعني إحنا اللي هو الجزء بتاع الـ Thai Diamond دايما المشكلة اللي كانت بتقابل الناس برضو أجيهم اللي هي إن أنا بقى طيب ده جزء بتاع التركيب إحنا خدناها من الآخر للاول طيب الجزء بتاع أننا نحط الزرعة جزء بتاع أنا نحط الزرعة كنا نشتغل عن طريق عشاء المقطعية العادية وإن إحنا نحط الزرعة عن طريق الدليل الجراحي وهو ده يمكن منظر التركيبة التاي دايموند هي عبارة عن لسة وأسنان من جوة بقى التايتينيوم حالك شايفه مش شايفه هو من جوة والناحية اللي لزقة في اللسة من فوق فده بيطربط عليه التايتينيوم وبيبقى وزنه بقى دكتور أيمان انت تشيله هوا خف الرشي تمام ليه لانه هو مادة التايتينيوم دي خفيفة جدا 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 وفي نفس الوقت قوية جدا 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 تايتينيوم هو قوي السببين يا دكتور أيمان السبب الأوليني انه هو الجزيئات بتاعته قريبة من بعض جدا فليها تركيبة فيزيائية وكيميائية بتخلي ان ما فيه surface energy بتاعته او الطاقة السطحية بتاعته عالية جدا فما فيش اي حاجة تلتصق بيه في نفس الوقت لما بييجي يضغط هو حنين جدا على لو دست عليه بقى عربية نا تقدرش ان انت لا تتنيه ولا تكسره فده الجزء تبرا عايز قليك بس ميزة ان الحاجة تكون خفيفة في الزرع في الكبري نفسه انه يكون خفيفة طبعا انا دلوقتي النهاردة الكبري ده محطوط على الفك السفلي او الفك العلو الفك السفلي بتاع الفك السفلي بالزاد هو مشدود بعضلة العضلة دي كل ما وزن الفك زاد اصبح المجهود على العضلة دي اكتر زي ما حضرتك النهاردة بتشيل دمبلزة او بتشيل حديد كل ما بتزيد الوزن المجهود على العضلة اكتر فطبعا انا بحطه اساسا في حالات العضلات بيبقى ضعيفة لان كبير في السن كبير او انه هو لما بيخلع بقاله فترة بيحصل تراهل لعضلة المسيتر دي فانا النهاردة لما بحط التقيل ده بيعمل صداع نصف وتلاقي الدكتور مش عارف سبب الصداع نصف منين وتلاقيه روح يقول لفع ده كاتر الاعصاب وده كاتر الأنف والأزن وده كاترة الرمض وده كاترة كل التخصصات علشان يعمل يشوف الثابة صداع نصف لي وسبب انه هو حط كبير تقيل جدا فده من الحاجات اللي وجدناه هو عيب اصدع تراكشن تراكشن هيدك تراكشن هيدك بالزبط صداع شد عضلة بالزبط يجي يمكن التقنية بقى اللي شغالة للناس دلوقتي ان انا احط الزرعات ازاي دلوقتي اصبح عندنا في حاجة اختراعة برضو جديد اسمه النافي دينت النافي دينت ده او الاشعة التفاعلية هو اختراع ونافي ده اختصار ايه؟ نافيجيشن في الدينتل نافيجيشن يعني ملاح ملاح بالزبط جاي جي بي اس كده وهو تعريفه العلمي دايناميك نافيجيشن سيستم يعني الملاح الحركي او اثناء الحركة اثناء الفعلي اثناء العمل اثناء الحركة انا بشتغل بزرق بالزبط هو ده فكرته ببساطة احنا بنحط زرعات اللي في اتجاهات صعبة زي القولنفور بنحط الزرعة ميلة بشكل معين بنحط عايزين نحط في مناطق جنب العصب في وراء الجيب الانفي عايزة حط الزرعة في مكان علشان امن يعني اوفر على المريض ده انه نزرع عب فده عبارة عن موشن دي تيكشن كاميرا الحركة داينام حريك شايفها دي كده هي عبارة عن كاميرا بتصور الحركة وبتفضل ماشي وراها فهو بيلقط التارجيت بتاعه التارجيت بتاعه هو مع الجهاز ده في حاجة معينة بتركب على الجهاز باللي بيحط الزرعة زي شكل دايرة كده فيها حتة بيضة وحتة سودة كده زي ما بيبعينا في الصور الجهاز بيقرأ الشيب ده ويشوفه رايح فين احنا بنعمل التخطيط الجراحي بتاعنا للزرعة في اي حتة انا عايزها دكتور اين ولترلي في اي حتة جاعة الجبل انفي جامعة عصب في اي حتة في اي حتة انا عايزها وانا مش خايف ليه لان انا هخش من الاتجاه اللي هيعجبني والجهاز هيوريني الاتجاه الصح اللي انا همشي به فيه ويوري حضرتك تارج زي ما انت شايف كده تفضل ماشي موجهك انت عايز تحط الزرعة دي للزرعة اللي احنا عمنا لها بلانيج او اللي احنا عمنا لها تخطيط قبل ما نشتغل يفضل ماشيك يقولك لا خش يمين شوية خش شمال شوية اوقف اوقف في 30 ثانية تخل العمق قدامك كمان شوية وتوقف اول ما توصل للعمق توقف تحط الزرعة في المكان المخطط ليه بالزبط بهامش ايرور تلاتة من عشر تلاف تلاتة من عشر تلاف من الملي يعني تقريبا ولا اي حاجة فبالتالي انا النهاردة قدرت ان انا حط زرعة بدون جراح في 30 ثانية من غير ما اعمل خطوات مقاسات عشان اعمل دليل جراحي قدرت اشوف ودي ميزة كانت حلم ان انا يبقى بدل اكني بقول اكس راي فيلم اكس راي او صورة اشعة بقى عندي فيلم اشعة بدل ما انا عندي صورة سابقة فيلم يعني فيلم متحرك متحرك صور صور وره بعضة بالزبط بالزبط بقدر ان انا امشي عايز اخش في العظم في الحت في الاتجاه ده عايز اعمل كذا في العظم في الاتجاه ده عايز احط نافي سيستم نافي سيستم يفكرني زي ما يكون انت رايح مشوار واحد مهتمد بيك اوه بيكلمك طول المشوار لا مش بيكلمك ده انت بيصورلك وهو بيقولك ايه انت وانت ماشي كده فيه قدامك صور مدرسة اه وهو شايف الصورة ادخل مين ده مش بيصفلك وسابك لا ده هو معاك اول بول لا ده كمان يعني هو يمكن لو قربناها للناس زي جوجل بس كأن جوجل بيتحكم في الدريكسون والفرامل اه كويس يعني هو ده اللوقت التسلا بقى اللي هو العربية التسلا ده اللوقت بتمشي الواحدة كويس تسلا ماشي اه اه اتخبر منك بعد الهو فهو هو متوجه انه هو انا قيله انا عايز اروح في الحتة الفلانية هو بيشوف الطريق اللي هو الاول اللي بعيد عن الرضحمة والبتاع يعني زي بالزبط جوجل كويس يقول لك لأ لما يلاقي حتة زحمة يقوم جايب لك حتة تانية تروح منها يقوم كمان بقى بيدوس لك فرامل وبيدوس لك بنزين وبيخش لك يمين وبيخش لك شمال هو الجهاز ده بيقف لو انت دخلت على حتة غلط لو انت ماشي في اتجاه غلط يوم واقف لدوران يوم واقف خلاص دوران هو الحفار الحفار ده او الزرعة نفسها بحط الزرعة مواصل ده تعرف الدليل الجراحي كنا بنستخدم ان احنا بنحفر بيه بس لا انت 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 بتحفر بتحط الزرعة وتام كل حاجة بالجهاز ليه انت كل ما بتقرب من العضب هو بيوريه لك انت فين بيوريك مقطع عرضي ومقطع طولي ومقطع cross-section انت بقى سؤال مهم بالوقتي وانت بتحفر مهم اوه بالنسبة لك بتعرف انت بتحفر فين بعيد عن عصب بعيد عن جيب امفي صح تمام انت كده امام انت لما حفرت تمام لما حط ما يليدي شوية كده امخبط العصب بس انا كفية بقيت حاجة بروح تطول دكتور سنان لا بس سؤال اللي فاد ده هو ما بيسبش نسبة error بوصلك لغاية بره الامان زي اه ايه وصلك لحد ما تحط الزرعة خلاص حطيت الزرعة جوه فم المريض خلاص هو بقى خلاص بقى انا عندك تعرفه علي كوائز بنقعد نعرفه طبعا الكلام ده مرة واحدة بس بنعرفه انا والله عندي الزرعات اطولها كزا وعندي الشنيور بتاعي ده حجمه كزا ويشوفه ويقرأ ويعمل يقرأ يقرأ يقيسه بحيث انه هو لما ييجي يوصف لك اي حركة يوصفها لك صح ما في المجل يبقى هو عارف فهو يعني هزا شنين مثلا سمكه قد ايه بيحفر بسمكة قد ايه بطول قد ايه ومن الحاجات برضو اللي انا بحبش ادخل الناس في تفاصيل كتير بس كلمة حفر دي ما بقيتش موجودة ليه بقى احنا كنا زمان لما بنيجي في حاجة اسمها ميكانيكال كنا بيخوف الناس كلام دا ما بقاش موجود الكلام دا دلوقتي بقى في حاجة اسمها بيولوجيكال انسيرشن بيولوجيكال انسيرشن دا ان احنا بنلف بالراحة خالص كده كويس بأداة بدل ما كانوا مثلا خمس ستة أداة أداة واحدة وبعدين اقوم حطت الزرعة بضغط بسيط طبعا تورك يعني عزم من الجهاز والزرعة بدل ما كانت بتتعامل بحفر لا بتتعامل زي الساندويتش يا دكتور أيمان عارب اكدنك ايه بتزق العظم شوية كده البرة وتقوم مزحلقها في النص كويس عشان ما هدرش عظم عشان ما هدرش عظم عشان ما حفرش هي كلمة حفر دلوقتي اصبحت غير موجودة دي عايزة حلقة الوحدة دي عايزة حلقة والله عزيز ما هو ده من ضمن ده ليه ستب معين في الحفر فيه او ملاش الحفر بقى الوضع الزرعة ليه ستب معين في التصميم بس هو خطواته شابه للخطوات القديمة بالنسبة للمريد بالنسبة للمريد لا هي مش الشبه خالص هو بياخد أشعة وبيخش حط الزرعة ما عادش فيه مقاس في النص ما عادش فيه دليل جراحي بيتصنع ما عادش فيه تكلفة دليل جراحي ما أخد بالك من النقطة برضه أنا النهاردة كنت زمان باخد مقاسات دي ليها تكلفة عليها وعلى المريد بعمل دليل جراحي دي ليها تكلفة عليها وعلى المريد إنما أنا النهاردة هو المريد مفيش حاجة فيزيكا اللي هيدفع فيها فلوس كويس لأ هو هيجي يصور أشعة يدفع تماني الأشعة وبيدين يحط الزرعة بالجهاز مفيش حاجة هتتصنع مخصوص غير الصوفتوير عشان يدفع تمانها فبالتالي اللي هو بيجي تدفع تماني الزرعة تماني الأشعة ويمش وحط زرعته في خمس دقائق وياخد أعلى درجة من الدقة والإتقان النقطة المهمة جدا جدا إن أنا النهاردة علشان أحط الزرعة دي بالتكنيج ده خدت وقت قد خمس دقائق زيارة تلاتين سنة حطيت الزرعة في تلاتين سنة طيب من النقطة اللي مهمة جدا جدا برضه البرنامج ده عنده قدرة عالية جدا 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 على الأمان للمريض إزاي زي ما أنت حريك شايف كده أولا الكاميرا دي اللي بتصور فيه كاميرا بقى الكاميرا الموشن ديكشن دي بتصور كمان العملية بالكامير بتاعت الزرعة فالمريض ممكن لما يخلص ياخد سيدهاية كده عليها فيديو العملية وعليها خطوات العملية وعليها كل حاجة عارف ذا فيديو الأسطرة كده اللي بتعمل بتاع القلب بتاع القلب هو ذا يو بالزبط نقطة التالتة البرنامج ده هو الجهاز ده ما فيش منه غير 18 في العالم لأنه هو محتاج حاجة اسمها Navi Dent Pre-Certification حضرتك لازم تبقى certified علشان تداري تشتغل بالجهاز ده تمام؟ فبالتالي احنا جبنا راجل international trainer هم اتنين في العالم جبناه في شوية نواية الراجل طبعا الحمد لله زهل قاعد يقولي أنا ما شفتش الدكورات دي في حياتي وما شفتش المنظر ده في حياتي هو الراجل أصلا ايطالي بس هو يعني قال لك أنا ايطاليا كلها ما شفتش الكلام ده ولا يفعل منه أنا بيلف العالم بيلف العالم كله بالجهاز ده عشان يوريلي الناس وبيقولي أنا ما شفتش تشطيب وامريكا هي اللي بتعتبر زيك وكده وراح امريكا والله يقولي لي ما شافشه زي شاين هو الحمد لله الحمد لله حاجة تانية انه هو غير الموضوع الـ كل حالة بتتعمل بيقوم البرنامج يقوم مقارن بري بلاننج بالبوست بلاننج لان هو عنده بقى الفيديو انت حسن الزرع فيه معه عارف معه مصور بيقوم بركبهم لك على بعض بيقوم ايلك اهو أنا عندي الارور بتاعي زيرو بيرسنت كويس ويقوم باعت للشركة الام الجهاز ده دكتور ايمان فيه منه 18 جهاز على مستوى العالم على مستوى العالم مفيش غير 18 جهاز نافيدنت الشرق الاوسط كله بالكامل مفيهوش نافيدنت غيرها عند مصر عند شاين وقت فالحمد لله قدرنا نبقى في مصاف الاوائل في التكنولوجيا اللي هي كان الغرب زمان بيرضاش انها هتيجي لمصر بس الحمد لله السقل بتاعنا في الانترناشنال ماركت دلوقتي في السياح العلاجية بقينا حطينا مصر في الخمسة الاوائل في تكنولوجيا طب الاسنان ما شاء الله وده حاجة مهمة جدا ان انت تقدم للشركات دي نوع من الاغراء عشان يقبلوا ان هم ينزلوا باجهزتهم في المنطقة ما هو الاغراء بيجي من انه الجهاز بيحق ريت بالنسبة لهم كويس يعني فبالنسبة لهم لان الحاجات دي كلها بالنسبة لهم المستلزمات ما هو عايز يشوف عشان يبيع مسلزمات الجهاز ويبقى الريتنج بتاعه العدد الحالات اللي هيشتغل عليها الجهاز كويس فده اتراكشن بوينت بالنسبة لهم عمير اعلى سكور للجهاز ده على مستوى العام ماشا عايز بسه افعد ثلاث نقط مهمين استفادنا منهم من نهرده في عادتنا انه احنا النهرده الزراع كان فيه ثلاث تخوفات اولا تخوف الامان انه انا خايف عصب مش عارف ايه لأ احنا حاجة تانية السرعة لانه كان فيه ناس كتير بتوعد في الزراعة فترة طويلة لأ احنا حققنا الزرعة السرعة الحاجة التالتة انه الكفاءة انه تايتانيا بكفاءته احنا نهرده في الحوار اتكلمنا على ثلاث نقط مهمين جدا الاجرسي والكفاءة والسرعة منخصهم في طايدايمون لازم نحفظ الناس تايتامون اختصار تايتاني تايتامون هو تعبير عن طبيعة الزركونيام انه فيه شبه من المس الزركونيام حاجة رائع جدا في عالم طب الأسنان من قتل تقدرهم له سموه ضايمة اللي هو المس يعني جميل ضيف العزيز السيد دكتور شريعا الحسين كالعادة امتعنا في حوار ممتع جدا فيه واحدة من المناطق المهمة في عالم الزراعة الزراعة حيث ثلاث نقاط ومخطط مهمين جدا كلنا نفسنا نعمل لهم أشي في منتجاه الدقة والمتانة الجودة والسرعة صح كده خليكم مع الدكتور اهلا بكم اهلا بكم على المسكوت عنه المتطنش اللي ما حدش وقبله منه اللي ناس كتير بتهمل فيه فيتامين دي الله هو فيتامين دي متطنش بدأت الناس تفهم شوية اهميته بدأوا يقربوا شوية منهم يعملوا فحوصاته ويعملوا خاص بي جينا متأخرين شوية عن بقية العالم فيتامين دي يا جماعة مهم جدا وفيتامين دي ثبتة علميا تبقى لكل الدراسات الموجودة فيه اولا الكلينيكال اندوكرينولوجي دي بتاعتنا احنا دي في الكلينيكال متابوليزم قالوا ان تأثير فيتامين دي دي احنا اللي قلنا وقلنا لزمائلنا واسات زيتنا ده كاتلتين نسا قلنا لهم انه مهم جدا لنجاح الحقن المجهري هو التزام الطبيب بمعدلاته ومريد يعني بفحص فيتامين دي وتزبيط معدلاته عملوا دراسة على 154 ست كانوا بيعانوا من نقص فيتامين دي و181 ست لديهم فرص وفرة من فيتامين دي قلنا بالتنين وجد ان السيدات اللي عندهم نسبة جيدة من فيتامين دي عندهم فرص الحملة من خلال حقن المجهري بنسبة الضعف مقارنة بالستات اللي عندهم نقص في فيتامين دي الله على هذا الكلام يبقى لازم حضرتك يا فاندم لما تروحي لدكتورك وانتي سواء عندك تأخر انجاب او عندك حقن مجهري او عندك مشكلة خاصة من مشاكل تأخر انجاب تقولي له يا دكتور العزيز انا عايزة حلل الفيتامين دي اي ممكن يكون ناسي وزملائنا وشباب الاطباء ياخدوا بالهم جدا النفاية من دي مهم جدا كليفل في ضمان نجاح الحقن المجهري وضمان عموان طبعا طالما انا بقول ضمان نجاح الحقن المجهري يبقى من باب اولى من باب منطقي جدا ضمان حدوث الحامل الطبيعي النهاردة عندنا حوار مسير ومهم جدا وعنوان ومهم اوي هنتكلم على قنوات فلوب وهنتكلم على بعض المصاعب التي توجد امام مشاكل تؤدي الى تأخر انجاب بس قناة فلوب انا بقول انها هي مظلومة مظلومة لان احنا مكلمش فيها كتير ومظلومة لان مشاكلها بقت كتير بالمقارنة بالحوار الاعلامي التثقيفي والانست عندها اعتقاد انه قناة فلوب لما يجي سيرتها المشكلة تبقى عنيفة اوي وصعبة الحال ده انطباحات عند الناس لكن تعالوا نشوف الكلام العلمي مع صاحب المقام الرفيع وضيف العزيز واحد من البارعين اللي بسعد جدا بيوجودهم وبحوارهم العلمي الدقيق مبهر وايضا الذي يختار بدقة متى يتحدث عن ايه والموضوع اللي هيتكلم عنه بالتفصيل هو ايه؟ ضيف العزيز استاذ الأسزة في هذا المجال استاذنا استاذ دكتور عادل أبو الحسن لا يمكن بأي حال من الأحوال ان يكون الحقن المجهي يعتمل على شخص واحد هل تشوهات الحياة المنوية تلعب ضور كبير جدا في فشل حق المجال؟ بالذات لما تكون تشوهات في رأس الحلال المنوية تشوهات الراحم منها الست مولودة بيها ومنها نتيجة لدي تدخلات خاطئة هل الأوراق اللي فيها لهذه الدرجة تؤثر على الحق المنوية؟ جميع الأوراق اللي فيها يمكن استخدامها الأستاذ الدكتور عادل أبو الحسن استشاري أمراض النساء والتوليد وعلاج العقم عند الزوجين استشاري الحقن المجهري وأطفال الأنابيب زميل جماعة كيل للمناظر والجراحات المايكروسكوبية بألمانيا وعضو الجماعية الأمريكية للخصوبة والعقم ضيف العزيز أستاذنا للأستاذ دكتور عادل أبو الحسن بنور الدكتور عادل بيها أهلا محلاك ده نور ده ده نورك والله إنت اخترت النهاردة قنوات فالوب ويعني قلت ده أنا هعمل لها حلقة كابلة لوحدها بالزبط بالزبط ليه؟ لماذا أهمية قناة فالوب؟ أو قناتي فالوب؟ هي الحقيقة مش واخدى حظها قوي مع العلم يعني أنها من أهم من أهم الأعضاء التناسلية عند المرأة اللي بتؤدي إلى الحمل السباق الحمل الطبيعي أو الحقن بالوسائل الإخصاب المساعدة فأنا شايف أنها مش واخدى حقها قوي كمان الأورنس عنها وعند السيدات فيه حاجة كثيرة وميعرفهاش عن قناتي فالوب فأنا أصريتنا حنتكلم في الموضوع ده ونفرد له حلقة كاملة بحيث الناس بقى عندها الثقافة الكاملة في هذا الموضوع قناة فالوب من المعجزات ومن الأشياء التي عندما ينظر لها الإنسان بتماعون يعني هيقول سبحان الله هو كل حتة طبعا بس قناة فالوب تحديدا فيها إعجاز رائع جدا تأثرها ودورها الإعجاز في قناة فالوب إن هي أهم مكان في جهاز التناسل للمرأة بيتم في تكوين البيبي يعني هي أولا بتوصل الحواري المنوي للبوايدة أو البوايدة الحواري المنوي ويتم الأخصاب زي ما احنا هنشوف ده الوقت في الفيديو جوة قناة فالوب في الجزء الأوسط من قناة فالوب الأنبولة يبارد تلقى قناة فالوب القناة فالوب لها أهداب الأهداب دي بتاخد البوايدة تدخلها جوة قناة يقابلها الحواري المنوي يدخل من المهبل ثم تجريب في الراحم ثم قناة فالوب ويتم التخصيب للبوايدة بالحواري المنوي وتغذيتهم بالسائل اللي بيفرز من خلال الأهداب اللي جوه قناة فلوب وبعد ما يتخصر بيبقى زيب بيبقى امبريو تخش الرحم بعد خمس ايام ويتكون الجنين ويبقى دي اهم انا رأيي دي اهم خطوة في مراحل تكوين الجنين فده دي معجزة يعني يعني دي بتقوم بدور رائع يعني او دور رهيب من غيرها ما ينفعش بقى في حمل ينفع في حالة واحدة بس في الحالة المجاهية لو هي فيها باسولوجي او مزدودة او فيها سائل او فيها صديد او فيها دم قناة فلوب هي قناة اذا لها شكل تشريحي لها وظيفة فيسيولوجية في امراض ممكن تأثر على الاكيد على الشكل والوظيفة فلعايز الكلام على الشكل والوظيفة والامراض اولا قناة فلوب دي هي طيبا بالنسبة للشكل التشريحي بتاعها طولها حوالي 10 سنتي بمتواصف من 10-13 سنتي وبتطلع امبريولوجي باء التخليق بتاعها من الموليران داكت من الجزء الاعلى او الجزء الاعلى من الموليران داكت وهي طولها 10 سنتي وهي المكان بتاع او المكان بتاع تخصيب الجنين فيه في خلالها اربع مراحل يعني يعني بمورب اربع مراحل قناة فلوب تنقسم لأربع اجزاء الجزء اللي طالع مراحل مع طول او الجزء اللي داخل جوة عرضة الرحم ثم الجزء الاوسط اللي هو الامبولة ثم الجزء الاخير اللي هو فيه اهداب قناة فلوب ده بنسبة لصفة تشريحية هي متبطنة بقناة او اهداب او سيليا السيليا دي بتفهز نواد معينة بتعمل نارشمنت او بتعمل تغذية للجنين او للجنين هو قصد جوه قناة فلوب ده بنسبة للصفة الفيسيولوجية بتاعتها ثانيا هي الترانسبورت او قناة اللي بتنقل الجنين من داخل تجويف بتاعها الى داخل تجويف الرحم عن طريق حركة معينة ها بتقدي في اخر بعد خمس ايام هو ده في الصورة هنا يتم اخصاب الجنين ارادين مما يحطر التقسيب في هذا المكان ثم ينتقل الى الرحم بعد ذلك بحركة دودية معينة بعد خمس ايام الى داخل تجويف الرحم ده هي الصفة التشريحية والصفة الفيسيولوجية الامراض التي تصيب قناة فلوب في حاجات بقى التهبات مزمنة زي التهبات البكتيرية اللي هي الجنو كوكاي اللي هي بتعمل أو بتعمل خراج ما بين المابيض وقناة فلوب وده بيؤدي الى التساقات شديدة وانسداد في قناة فلوب وانتفاق لقناة فلوب وانسداد في قناة فلوب جميلة او من داخل هنا دي السلية بقى وحط منها وداخلة فيها داخلة عشان تخصة بالبوية سجادة غريبة سجادة جميلة يعني الفيديو رائع اللي احنا شوفينه ده مكت كأنا مكت يعني بس داخل اتربنا لا ده حاجة عظيمة جدا وشوف الحركة بتاعت الاهداب الحركة بتاعت الاهداب دي طبعا بتصوارب الميكروسكوب الالكتروني يعني هي طبعا ضيقة جدا وبيبانش إلا دي صورة أنيميشن بس دو قارب اللي بيحصل في الوقت فعليا يعني الحاجة التانية الأمراض الأمراض اللي بيصيب قناة فلوب يقيم أمراض نتيجة الالتهابات مزمنة زي الالتهابات البكتيرية أو الفطريات ودي بتعمل حاجة خطيرة جدا متؤدي للألتساقات ومتؤدي للألتساقات ومتؤدي للألتساقات قناة فلوب بسمها أو الخراج اللي ما بين قناة فلوب والمبيض ودي طبعا لازم يتم التعامل معها بحرص شديد وتشخيصها لازم يكون دقيق جدا سواء كان بالمنزار أو بالأشعب السورة أو بالصنار وبعاء الأبعاد الحاجة التانية انسداد قناة فلوب نتيجة لي بتانت راحة مهاجرة ممكن تعمل التساقات شديدة في الأهداة بتاع قناة فلوب وتسد قناة فلوب وتعمل برضو انتفاخ فيها وانتفاخ دموي هنا برضو ده هيتم التعامل معها بعد كده وبيد انك تتفصلها أو تستقصلها أو يعني بالمنزار الجراحم كمان الحمل خارج الرحم أحيانا طبعا ده موضوع تاني وموضوع كبير وعايزو حلقات كتير بس الحمل خارج الرحم همه همه ما كان فيه في قناة فلوب قناة فلوب لما يجب الحمل خارج الرحم لازم يتشخص بدري وتلاقي عشان يتشخص لازم عايز تحليل معين بيتا اتشي سي جي وكمي عدد هرمونات الحمل كميا ويكرر بعد 48 ساعة عشان تشخص ده 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 فيديو رائع من ريحة الحمال المنوي من داخل الرحم برضو يعدم قناة فلوب عشان يخص بالبعيدة ده طبعا قد يكون الحمل خارج الرحم في قناة فلوب نفسها في قناة فلوب نفسها ده أهم مكان يجي بعد كده بقى في المبيض يجي في البطن يجي في عنق الرحم يجي في حاجات كتير بس أهم مكان هو القناة فلوب سواء كان اليمين أو الشمال وده طبعا بيتعالج من نظر الجراح هنا بيوريني تقريبا تقريبا كده هدي حمل خارج الرحم في قناة فلوب في قناة فلوب نعم الجنين فشل في إنه يصل إلى تجويف الرحم نتيجة بقى للتهابات نتيجة إن فيه إنسلت أهو هنا الجنين وقف هنا أهو أشوف أحد بدأ بقى ده أنا نفهم هنا بقى إن في حاجة غلط بدأ التهابات غالي ما بقى التهابات أو جراحة سابقة أو التساقات حرارين قناة فلوب فبتوقف هنا بالذات لو فيه قيصرية عمل بطريقة مش كويسة أو عملية التساقات في قناة فلوب ما بتتحركش كويس فيوقف الجنين هنا يوقف ولازم تشخص بهدر لأنه ده بيعمل نزيف داخلي ولازم فيه حد مايندد منه ممكن يحصل الحمد الخير على الحمد وإلا مش هيشخصه عظيم الستات اللي عندهم تأخر إنجاب ممكن يسمعهم ثلاث جمل مرعبين يتقلهم أنت عندك انتفاخ في قناة فلوب واحدة تانية يتقلها لا أنت عندك ديء في قناة فلوب واحدة تالتة يتقلها أنت معديش قناة فلوب من أساسهم إيه الثلاث حاجات دول العيوب أو الأمراضة التي تصيب قناة فلوب يعني معيوب خلقية يعني الواحدة الستة تولدت بدون قناة فلوب أو هايبوبليزيا أو هايبوبلاستيك يعني في ضمور يعني مش موجودة خالص أو في ضمور في القناة النفسية تبقى قصيرة أو يبقى ضيقة جداً أو القناة اللي جوة اللي هي اللي يمشي فيها الجنين مش موجودة أصلاً فده ربنا خلقها كده يعني مش موجودة إما فيها ضمور إنسداد في قناة فلوب إنسداد اللي عند الفين بالإند بتاعتها اللي هي الأهداب بتاعتها بتتسد نتيجة الاتهابات نتيجة عاملاتها كده فتتسد فيتجمع فيها السائل اللي بيمشي من جوه الرحم ووخة وكبرة اللي بيمشي فيه الحنات المنوية يتجمع جوه يبقى سائل راكد يعني يعمل الاتهابات هذا السائل بيبقى سامل للأجنة يعني بعد كده ما يتفضل تتنفخ تنفخ تنفخ وعكاية تنزل فيه تجويف الرحم جوه يمنح دوس الحامل لو حصل الحامل يحصل إجهاد ولازم هنا فيه تصرف جراحي بالمنظر عشان تفصلها لإما تقفلها وتفتحها من الطرف الآخر عشان ممكن يأثر على السبت نفسياً إنها تشيل قناة فلوب هنا هنا هنشوف بقى الفيديو ده رائع جداً لقناة فلوب شوف منتفخة قد إيه وبيتتفصل إزاي عامل إزاي خيارة خيارة تخينة كده بص عامل إزاي هي طالعة كويسة إحنا هنا لازم هنفصلها قبل أي إجراء لوسائل مساعدة الإخصاب بالمنظر الجراحي جرس إن إحنا حاجة من اتنين يا بنكويها بالبيبولر بالليزر أو إن إحنا بحطك لبس عليها أحسن ده بيبولر بنكويها ونفصلها قلص ده كي اه كي بالمنظر كده خلاص لمنك يا ستي ولا كفائش إجراء بسيط جداً وده على فكرة ده من ضمن التحضيرات للحق المجهية لازم تستبعد الحاجة ده كده من التحضيرات المهمة يعني وده إجراء بسيط خالص مليخدش وقت يعني ممكن توقف لحد كده اه وتبعدهم عن بعض عشان ما يحصلش لي كناليزيشان تاني أو يوم ما يلتسكوا مع بعض تاني فلازم تبعدهم عن بعض أو تفصلها تشيلها خالص عشان ما يبقاش لا منها ولا كفاية شرها بالضبط ده ما بيقوله يعني طول ما هي متصلة هتبدأ تنازل كل إفرازاتها تنازل كل مشاكلة على راحة اه تنازل على راحة طبعاً على الجنين اه فالأفضل إن حنفصلها خالص اه هنا بقى الكليبس هيغلقها بس هيقفلها بس حط عليها كليبس كده اه زي محباك شايف تيوبة الكليب تيوبة كليبينج اه ده زي كده بس كليبس أه ده يعني إجراء أه أسرع وأسهل لو حد ما عندوش خبر أو في المناظر يعني أو كده بيحط كليبس ويطلع بس طيب في سؤال دايماً كان يعني يسأل هل يمكن أن تصاب قناة فالوب ببطارة راحة المهاجرة طبعاً هي بطارة راحة المهاجرة أساساً السبب بتاعها أو أه هم سبب ارتداد الدورة الشهرية جزء بينزل من المهبل وجزء بيرتد عن طريق قناة فالوب الدم اللي بيرتد عن طريق قناة فالوب ده ما هو ده بطارة راحة مهاجرة فبينزل منها على الحود جوه زي ما احنا شايفين كده راح تلاقي فيه دم نازل من قناة فالوب في الفيديو ده ده أنيميشن بس ده الواقع اللي بيحصل يعني بطارة راحة مهاجرة بقى في الحود اهو الدورة نزلت من راحة بقى تحت وهنا برضه هيجي هنا فيه دم هينزل من هيبيان في الفيديو اهو اهو شايف اهو هنا الدم بطالع من قناة فالوب بينزل بقى على المبايد يعمل كياس دموية وينزل في الحود يعمل طريق تلاقي مهاجرة ويعمل في قناتنا فالوب نفسها التسقات شديدة جدا بتؤدب بعد كده انها مسدودة تتسد تماما اهو كلمة التسقات اهو البطش الحمرة اللي عاملة زي بالزبط كأنها يعني اقول لكم ايه هجرة لجزء من البطارة من تنترحي دايما التسقات مرتبطة بكلمة قناة فالوب التسقات مرض مزعج ليه اللي التسقات بتزيد في قناة فالوب التسقات بتزيد في قناة فالوب لان هي دائمة الحركة فبتلزق في اي في اي حتة فيها فيها مشكلة يعني هي على طول بتتحرك عشان فيه سائل ماشي فيها اه رايح جاء على طول فهي الحركة دي دي بتاعتها اه بتتم بصفة مستمرة طول اليوم لما يبقى في حاجة عاملالها اريتيشن عاملالها التهاب او اه دم النازل حواليها اه بتلزق بسهولة جدا وعشان كده التدخلات الجراحية بالذات في امراض النساء يجب ان الدكتور او اطباء الشبان يهتموا جدا بالانسجة يعامل الانسجة باحترامش بالذات 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 الجهاز التناسولي عندها السيدات لان بالذات القناة فالوب لو حصل فيه ملتسقات هيقدوا لمشاكل كتير جدا اهمها انها مش هتحمل طيب واحدة مسلا عامل قيسرية وقاعد بعدها تستنى تحمل تحمل شركبة لولب تشيلوا بعد كده ست وشهول مفيش حمل سنة اثنين مفيش حمل ليه؟ في الغرب هيكون حصل التسقات والالتسقات دي مش لازم يكون دكتور ممكن يكون نوعية الست نفسها جسمها عنده قابلية للالتسقات استخدام الات الى حد ما مش حديثة قوي كل حاجات دي ممكن تقدي الالتسقات بالذات في قناة فالوب لانه حاجة رئيئة جدا من السهل انها تلتسق في اي مكان سؤال اللي جاي ده يعني بيختر في بالي بشكل كبير ومهم للغاية وهم الاطباء كمان او يفهموه انه دايما عندنا تتصور انه تشخيص حالات قناة فالوب مش سهل وانه ميس دايجنوز يعني يفقد تشخيصه او يعني يفوت على الناس كتير في تشخيصه وتبصت لها سيت عندنا تأخر انجاب ولسه ما تشخصتش فعايزين نقف قدام تشخيص قناة فالوب تشخيص قناة فالوب دي من اعقد الاشياء ومن اهم الاشياء ومع الاجهزة الحديثة دلوقتي بتقدر تشخص قناة فالوب بأسهل ما يمكن يعني كان لازم عشان تشخص زمان لازم تعمل اشعة بالسبغة لقناة فالوب او انك تعمل منزر تشخيصي وانا شايف حضرتك كنت تتكلم مع الزميل الفاضل قبل كده ان المنزر تشخيصي محلم الدسوئي اه استاذ بكرنا استاذ محلم الدسوئي عن المنزر تشخيصي داخل اتفرج اه مش مقبول دولنا داخل اتفرج لا انت لازم انت عارف داخل تتفرج وتشتغل متوقع انك هتلاقي حاجة تعملها فبقى المنزر دلوقتي تقول لمنزر جراحي فتشخيص قناة فالوب دلوقتي بيتم بالمنزر بيتم بأشعة بالسبغة بالأشعة ربعية الأبعاد هنا بالأشعة التو دي العادية بيبان جدا شايف قناة فالله عامل عامل زي خيار المتنية ده بتو دي بالجهاز الصناعي العادي خالص بس طبع متقدم يعني ده قناة فالوب اه منتفخة جدا عامل زي سوس الشيب ملتوية زي خرطوم ونتج التانيته ده بتو دي العادية لو حد عنده خبرة هيقدر يجب ده بالسوناعي العادي بحاجة يصنعها او بالسالين انفريوجان سونغرافي هايبان جدا بالتو دي بالهايكوزي هايبان بالألوان هايبان بالفوق دي هايبان أكتر وأكتر فتشخيص قناة فروض بقى سهلة قوي قوي بس الناس تمشي سيستيماتيك خطوة وراء خطوة بالترتيب وردو دي معلومة لشباب الأطباء انه لما ينطش خطوة قبل خطوة لازم ينشي خطوة بالتدعيج واللي بعدها واللي بعدها ولكزا هيوصل اللي هو عايزه والتشخيص ضغير هنا أشاعب السابقة واضح قوي في الأنبوبة منتفخ قد ايه ومسدودة منين دي مش محتاجة بقى حاجة هايبانة قوي هايبانة قوي هايبانة قوي ده واضحة جدا برضو السويسج هتخش برضو هنا طبعا اجراء روتيني بالمنظار هتتفصلها او تقفلها مسا وبعدك هتعمل بقى محاولة حامل طبيعي لأنبوبة التانية سليمة هايبانة لو ما كانش هتعمل حقل مجهة برضو الحيرة في دماغ الناس عندي أنبوبة فيها مرض عندي هدف اسمه الستة عايزة تحمل هنا كيفيه التعامل مع هذه المعضلة فيه ناس كتير على فكرة كل بتقعد تعمل حقل مجهة حقل مجهة حقل مجهة وما تتعاملش مع الحالة المرضية نفسها فعايز اتكلم على العلاج والتعامل مع الحالة المرضية في ظل رغبة محمومة وساعات ما تفوعة بقى بزمن اللي هو ايه انا هسافر انا عندي عقد عمل مسافرين احنا جاينيلك في الاجازة الحقنا الكلام ده كله دوس حضرتك فيه نقطة مهمة جدا في قناة فلوب احنا لازم نتكلم عنها قبل من خلص الحلقة وهي انه ممكن بقى الطبيب شايف ان قناة فلوب لازم يتم التعامل معها بس وخايف يخش علشان فيه التساقات الشديدة مش هيقدر يوصلها مش هيقدر يوصلها ليه؟ فيه التساقات شديدة حض متجمد فيقوم يقولك يتغادى ان يقول لسيت ان فيها مشكلة احنا هنعمل حق لمجهة مواريفشها من اول ما انت معالجتش المشكلة في حاجة اسمها التريت من تقفزكوز لازم تعالج السبب الاول عشان كده بنقول ايه؟ لازم توصل للسبب وتشخص كويس وتعالج السبب المشكلة ايه؟ وبعد كده ممكن لقى حملت الوحدها طبيعي مش لازم بقى هو الحق المجهة هو نهاية الموضوع ما حملينش طبيقه اعمل حق المجهة في التساقات شديدة وحض متجمد ومش عالف توصل لقناة فلوب دي ممكن تقفر قناة فلوب من جوا رحم بالمنزر رحمي يعني بعضو دي رسالة انو عايز اوجيها لكل الدكاتر يعني او لكل انت مش عارف تقفل قناة فلوب من البطن ممكن تقفلها من بالمنزر رحمي من جوا تجويفة رحمي باجراء بسيط خالص بقى بال حضرتك دي النقطة مهمة لازم تعمل بالنسبة لها علاج مشاكل قناة فلوب كل مرضو علاج يعني لو حامل خارج جراحم هيتم التعامل معها بالمنزر وياريت لو كان التشخيص بدري بحيث ان احنا نتعامل مع الحالة قبل ما نحصل نازيب داخل بالنسبة ليه انسداد قناة فلوب وانتفخها سواء كانت بمي او بصديد او بدم لازم نخش بالمنزر وعايف انه هيقابل التساقات وتم التعامل معها ازاي ويوصل لقناة فلوب يقفلها او يفصلها ولو مش عايف يقفلها معا طريق المنزر الرحمي من تحت قبل الحق المجهي على القلب مدة يعني خلاص ده بالنسبة للخراج اللي بيسيب قناة فلوب او الاتنين مع بعض قناة فلوب لازم تخش بالمنزر ويعمل ديرينج ما يشيلش يفتح ويفضي ويكل مكان مفضة ويحط درناه ويطلع ويداخد علاج لمدة واحد وعشرين يوم كل ده كل الناس عرفاه يعني دي كلها خلاص ان هو الطب مبنى على الدليل خلاص ده علاج الموضوع ده بالنسبة ليه مش موجود قناة فلوب او قناة خلاقهوية مش موجودة او فيها ضمور ده هتعمل حق المجهية من الاول فكل حالة ولها العلاج واللها العلاج بتاع يعني التشخيص وصلنا للسبب بنعالج السبب انسداد يبقى حق المريضة جاية لك تقولها كان عندي تأخر انجاب تقولها هنشل للقناة فلوب المريضة مش بتقعد اه هنا بقى لازم يتم الاقناع لازم تشوف هي ولازم تعلمها ولازم تعرفها وتشريكها معاك في القرار احنا عندنا كذا كذا وده بيعمل كذا وده بيقصر على الاجنة ازاي وده مزدودة عاملة مية ولا سريد ولا دم ولا فكري ممكن نقفلها ونشيلها ونستقصلها او نقفلها بس او ممكن نقفلها ونفتحها لو ده هدايك نفسيا لو انت مندايق قوي ممكن نفتحها بس ونفرضيها ونقصلها ونقفلها معاك في القرارة فلوب كل ده بيتطرح على العيان وهو بيختار بس انت في الاخر كطبيب لازم ترجح لها حل الامثل ايه انتشار مشاكل قدوة فلوب انتشار الانفكشن العدوى وعدم التنيه ايه رجع تاني بقى حاجة مهمة جدا وناس تطلب تحليل بضعبة مهمة جدا الاميلوريد دلوقتي بقى حاجة مهمة خاصة اللي لازم ينبه شباب الاطباء حمى البحر الابد المتوسط بقى تمبجودة كتير قوي بتشخص كتير قوي دلوقتي من ضمن الحاجات بتعمل تساقات شديدة في الحوض وتام التساقات في قناة فلوب يبقى حمى البحر المتوسط والتي بي من الحاجات اللي نازم الناس تاخد بالها منها دلوقتي الزيت الشباب الجداد الأطباء اللي هم بيشتغلوا فيلد الحق لمجهد الأميرلويد إيه تحليل والتي بي ولازم بفهمين ان فيه انواع من التي بي في تي بي صدري بلموناري تي بي وفي انتستايل التي بي لازم أفرق وافهم الفرق بينهم وطرق العدوى بتاعة الشاس تي بي والبلموناري والتي بي في فرق في النوعين ضيف العزيز أستاذنا أستاذ دكتور عدد الحاسد كالعادة أبدع في توصيفه في هذه الحالة البراضية شديد الانتشار شديد التجاهل قال فلوب خليكم دايما فهمينها فوائزين شكرا دكتور عدد بي شكرا جزيلا شكرا جزيلا الشعر من أهم مظاهر الجمال مش بس للستات فقدان الشعر للرجال كمان مشكلة كبيرة على مستوى العالم بيعاني حوالي 60% من الرجال من شكل من أشكال تساقط الشعر وتساقط الشعر بيعمل مشاكل نفسية والمشاكل النفسية بتعمل تساقط شعر غير كمية كبيرة من الأسباب المرضية والوراثية لفقدان الشعر للرجال وفقا للمكتبة الطبية الوطنية الأمريكية أكتر من 50% من الرجال فوق سن الخمسين بيتأثروا بنمط الصلع الذكوري بدرجات متفوتة ومن الدراسة دي نقدر نستنتج قد إيه النسبة الكبيرة من الرجال اللي معرضين للصلع ولو بدرجات وأوقات مختلفة من عمرهم أهلا بكم حاتة الفيشيا السيركل أو حاتة الدايرة المفرغة لأن الإنسان يفقت شعر فيتدايق فيكتائب فيفقت شعر أكتر فيزعل فيكتائب فيفقت شعر أكتر دي دايرة من أشهر الدواير اللي هي بتحصل في الطب يعني إيه دايرة مفرغة يعني الإنسان يحصل له المشكلة فتؤدي إلى المشكلة فالمشكلة تزود المشكلة في حاجات في الطب في البطنة اللي هي علاقة كبيرة جدا بفاقة الشعر يعني قصور الغدى الدرقية من الحاجات اللي تخليني أفكر جدا فيه رابط على فكرة بين ضعف الإبصار وفيه فقد الشعر في المنطقة الأمامية الرابط كده طويل مش مهمة أعرفه تفاصيله بس فقد الشعر في المنطقة الأمامية من الجبهة من الرأس له علاقة بيه قصر النظر كمان الأورام السرطانية ربنا يعافي الناس والعلاج الكيماوي ربنا يعافي الناس كمان الاكتئاب هو نفسه قد يكون بداية المشكلة أو في منطقة منها يعني الحكاية حصلت ففقد الشعر حصل فساعتك اكتئبت ففقد الشعر زاد عادي أو ساعتك طبعا البنات بالزاد كمان التهابات فروت الرأس كمان شد الشعر تكيوس المبايد عند الستات شد الشعر الجنوني أو اللي بنسميه إحنا هي لها اسم مشهور قوي اللي هي ترايكوتيلومانيا يعني اللي هي مانيا ده جنون مش جنون هي بيبقى حالة نفسية توتر عصبي بيجي للبنات قوي كتير قوي في أيام الامتحانات يقعدوا يشدوا في شعرهم خصوصا بنات الطب بنات كلية الطب ده بجد حياة تانية كتير طبعا السبغات والبيبيليس والحركات بقى بتاعت الشعر دي كل ده موجود وحوار مخيف جدا جدا لكن خلينا أقول لكم أن تساقط الشعر منطقة علمية مهمة جدا المخيف بقى أن بعض الناس غير الطبيين غير الأطباء بيتكلموا ده شيء مخيف جدا أن حد مش دكتور يتكلم في الطب فدي الوحدة عايزة أعدوا حلقة أن غير الأطباء يتكلموا في الطب دي كرسة تعالوا النهاردة نرحب بضيفتي العزيزة اسمه المتميز للغاية وطبعا النهاردة أكيد هتبهرنا بحوار علمي على أرقم وسوى مفاجئات كتير النهاردة تطور التكنولوجي في عالم الدواء الخاص بالشعر ده شيء مهم جدا هنسمعوا النهاردة من ضيفتي العزيزة الاسم اللامع والاسم القدير في هذا المجال أستاذ الدكتورة هيبة فاروق استشاري الأمراض الجلدية واستشاري الليزر وجراحات الجلدية الزمالة المصرية للأمراض الجلدية صاحبت البرد العرب الأمراض الجلدية وصاحبت دبلومة الليزر من مركز القوم الليزر أهلا بيك دكتورة أهلا بيك منوراني وسعيد جدا بهذه السيارة هايزة أبدأ الأول الشعر له أسباب نفسية صح؟ وأسباب عضوية طب نلم الأسباب كده خصوصا أنهم داخلين في بعض تمام هو لو هنبوص للفروة الأول لو هي هالسي هالسي سكالبي يعني أنا بصيت لقيت الفروة مفيش فيها أي مشكلة هبدأ أبوص بقى على الأسباب الجسدية أول حاجة مثلا لو إحنا زي ما حررتك قلت واحدة مثلا لسه خارجة من بريجنانسي مثلا لسه جايبة بيبي خلال 4-6 شهور من الولادة دي لازم تخش في حاجة اسمها تساقط شعر كوربي ده طبي إحنا بنعملها هنا أشورنس بس أنا عرفت إلى حد ما السبب تاني حاجة أنه بيبي مثلا في أول سنة شعره بيقع فممتو جاي قلقنا أنا هقول لها ده فسيولوجي كان لأن ده تساقط شعر كوربي فسيولوجي كان إحنا كده طلعنا من السبب الفسيولوجي هنخش بقى زي ما حررتك أشرت للأسباب بتاعة الغدد الهايبو وهو نقص وزيادة وتاخد استيرويد بقى لها كتير جدا والاستيرويد عمل لها هيرلوس أو هي أصلا الزئبة اللي عملت لها هيرلوس يبقى إذن إحنا ممكن نقسم إنه فيه التهابات بتعمل تساقط شعر فيه أمراض جسدية زي الأمراض المزمنة الضغط العالي السكر التصلب الشرايين كل ده بيعمل فيدباك إنه بيعمل كرونيك هيرلوس العين عمالها بتنزف شعر وهي مش حاسة فتوصل إنه حصل فجأة هي مش حاسة ويعني ده من الأسباب الجنرال عينة طلع من عملية تسليف كبيرة يعني اللي هي عاملة تحويل باي باس عاملة شايلة جزء من معدتها بتخشوا بعد شوية في زينك ديفيشنسي في آيرن ديفيشنسي يعني بتفتل معظم البايتموس نقص زينك و نقص آير الدكتور بيقول لها الأرسين دول خديهم باستمرار وهي حسة ناعة كويسة اللي ستور بتاعها لستة كويس وبعدين وقفتهم أو بتخدهم بشكل غير منتظم نيجي ندور في الهيستوري هنا 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 مفيش عينة تانية سيفيرلي ديفيشنس في الآيرن اللي هو هيموجلوبينها كويس جدا هي نور مو ده نقص شديد في الحديد اللي هو أنيميا نقص الحديد نحلل هيموجلوبين نلاقي هيموجلوبين زي الفل فيش فيه مشاكل بس في الطبيعي نحلل الفيريتين نلاقي الفيريتين أقل من 70 مل جرام لكل دي سي قد هو كرات دم بتلفة بس مشايلة الحامل أو النقل أو المخزن للحديد فطبيعي أن الحديد أو الدم ده ديفشن انت مش قادر يمنتين الدورة الدموية دي فلإجمال الموضوع هنقول أن احنا عندنا باترن يعني شعر واخد شكل ونان باترن أو ديفيوز بيقع من كل حتة الديفيوز اللي بيقع من كل حتة ده غالباً الكوربي الكوربي ده يا إما فيسيولوجي يا إما سيستاميك أسباب في الغضة الدرقية يا عندي مريضة ضغط سكر طلع من ميجور أوبريشن أو من ميجور ترومة ميجور ترومة يعني طلعت من حدثة ونفسيتي تعبانة زي ما حارتك قلت أنا سترسفل جداً أنا طول الوقت عمالة مفيش مفيش باخد أنتي ديبريسنت أدوية ده حقيقي أنا مثلاً باخد بعالج أكني بعالج حب شباب والدكتورة داتني أورس ريتينويد كبير جداً اللي هو الأيزوت ريتينويد ده بيعمل تلزن أوفلوفيان بعد ست شهور وشعري بيقع فلما تيجي تقول لي لازم أعمل لها أشورنس وقل لها داعي يطلع بعد شوي طيب أدوية تانية الأنتي ثايرويد زي ما قلت لحارتك وأهم وأباب قول وبالدات الغد أنا عايزين يكلم عربي عشان الناس تفهمني حاضر الأنتي ميتابولايت اللي هي بتتاخد في حالات السرطانوت دي بتعمل حاجة كبيرة جداً في الشعر اسمها الأنجين إفلوفيام يعني إيه أنجين أوفلوفيام يعني الشعرية بتبقى لسه تلجين إفلوفيام لا الأنجين إفلوفيام إن الشعرية لسه هي نفسها آه ده مش معاد وقعها بس الكيموثيراب يخلها تقع فبقى ديسترافيك أنجين يعني الجز رباز ده تختلف عن التلجين إفلوفيام التلجين هو كرونيك يعني التلجين الشعرية بتقع وهي التلجين روت لا التلجين إفلوفيام يا الروت تلجين الروت رفع وده معايده يقع ده سبيقع كتير إنما في الأنجين ده مش معايده هو لسه في الاتنين لست سنين بس بيقع باندري مع الانتي ميتابلايت كلها أوه علي مريضة رومتويت بتاخد ميسوتريكسيت عيان تاني عنده صدفية بياخد سايكل اسبورين فيه أدوية معينة بتعمل اللي هو الأنجين أوفلوفيام عيان خد رادياشن عنده واتسو ايفر أي حاجة هنا ياخد رادياشن يخش في الأنجين أوفلوفيام الشعراء بتقع وهي كملة الجزر فده الأنجين أوفلوفيام فيه ناس على فكرة للأسف بيرفضوا العلاج الكيماوي على فكرة دي كتبت جملة في سيناريو في فيلم دلالة على حدوثها في المجتمع يعني هي بنقلن على حدوثها في المجتمع فيلم ألف مبروك بس هو في ميزة هنا بنتمنهم أن الأنجين أوفلوفيام أحسن بروغنوزيس فيهم يعني بيرجعتني الشعر كويس جدا ده حقيقي بصبرت خفيف جدا تلاقي لأن هي أوريدي وقع في مرحلة النمو يعني هي ما عندهش مشكلة أصلا العيانة يبقى إحنا قلنا يا الشعر واخد شكل وهو بيقع زي مريد الثعلبة زي مريد غير مريد الثعلبة مريد الصلع الوروثي بيبقى واخد شكل برضو معين له باترن دول بيبقوا واحدين باترن فبنيجي مشخصينهم عيانة اللي حرارتك قلت عليها اللي هو تراجع المنبت اللي هو الفرونتال فيبروزينج إلوبيشيا تلاقي العيانة مريدة سيرويد أو لأ جفنها أو حجبها بيقع عندها حكام حباية وشها مع التلايف ده ده نوع من أنواع اللي هو الحزاز الحزاز المسطح الحزاز بيعمل شكل معين فأنا مش محتاج أخذ هاستري ممكن أخذ أعينة جلد ممكن مثلا أشيك عليها وأشوفها ديرمسكوب إنما هي الباترن بتوفر كتير الدفيوز اللي بيبقى محير شوي إنه الصلع الوراثي بعد شوي بيتحاول من باترن لدفيوز يعني من حتة صغيرة لكل شعري بيقع إن أنا أكبر سينيليتي عامل العمر بيرفع الشعرية المال نيوتريشن ده بيعمل دفيوز التلجين أوفلوفيان بيعمل دفيوز الأنجين أوفلوفيان بيعمل دفيوز كل ده بيعمل دفيوز حلو مراحل نمو الشعر الناس عارفاها؟ بص مراحل نمو الشعر دي تتدرس عشان فيها عجب ربنا الشعر لو السولاتري ريز معامل زي الساعة ربنا ما عملش كل شعرنا عمل كل شعراي على حدة فطور معين من النمو تسعين في المية من شعري ده بيبقى في مرحلة الإنبات أو الجراث أو بنقول عليها الأنجين فايز دي عند الناس اللي هي العروق أو الأجناس اللي بتبقى شعرها طويل ونعم زي الهنود والناس دي تبقى طويل أبتو 8 يورس لغاية 8 سنين 8 سنين ياس عندنا إحنا كمصريين 8 شهور شعرنا مأسوف 8 شهور سنة وصلت لسنة آه سنة آه فمن واحد ل3 سنين بنقول ده الأنجين بعد كده الشعر بيخش في راستينج فايز اللي هي بتفضل 3 ويكس 3 أسابيع اللي هي الكاتاجين فايز في الكاتاجين فايز بيحصل إنه الكاتاجين فايز بيحصل إنه الكاراتين وصيد حوالين الشعرية بتبدأ ده انقابط زي محررتك شايف والشعرية تفصل عن الدرما البابلي اللي هو اللي فيها الجزر فيقوم يحصل إيه فيقوم يحصل إنه الشعرية بتجهز خلاص عشان تقع بعد كده الثلجين فايز اللي هي 10% من الشعر دي بتفضل 3 شهور شعري بيقى فالعيانة تيجي تقولي أنا شعري بيقى بقى له شهرين 3 قلها طبيعي إحنا نقلق إمتى لو زاد عن 6 شهور حلو ده المراحل بتاعت النمو الأسباب التانية بقى الحاجات التانية اللي ممكن الناس تتصرف فيها بتؤدي لفقت الشعر إنه مثلا أنا عندي بزيمة دهنية بفروط راسي وراح أشتري زيت مثلا عشان فلان بيروج لي زيت أو إنه حد مش طبيب أو مش طبيب أمراض جلدية وقال لي لا والله ده البرودكت ده حلو جدا أنت عندك إجزيمة فروحتي حطيتي زيت على زيت فشعرك وقع إنه أنا مثلا يكون عندي بعمل حاجات غلط بحط hair dyes بعمل excessive thermal يعني بحط سبغات وبحط وبطول الوقت بعمل baby lace وسشوار ومعرفش إيه كل الحاجات دي بتوقع شعر بس بميكانيزم غير الجزر بتوقع إن هي بتأثر على الشافت يعني بتخلي الخصلة نفسها ضعيفة جدا تتمسك تتكسر كده على الإيد أو من غير حتى فطبيعي جدا إن هي طقة فكل الممارسات الخاطئة فلانا قالتلي اللوشن ده حلو فحجيبه فلانا قالتلي الشامبو ده كويس فحجيبه وهي أصلا في حين إن هي في الريتينها قليل أو فيتامين دالها قليل أو هي عندها خلفت كذا مريو ما شيكتش أو عندها مشكلة بس هي مش عارفة فيه ناس كتير بتعتقد إنه في الحامل ورضاع الشعر بتأثر ده حقيقي في الحامل العيانة أو الحالة بتبقى باجة في هرمونز يعني هي في هرمونز كتير عشان ربنا يحفظ بيها على البيبي اللي جوه ده فالهرمونز دي بتعمل حاجة اسمها delayed anagen release يعني إيه يعني الاناجن بتاعي لو معدو دلوقتي إن أنا هخلص اناجن وهوقع شعر يعني أنا النمو بتاعي خلاص وقف فهوقع الشعر ده فالهرمونز دي تخليني مش بوقع دلوقتي فطول الحامل شعري بيتقل وكل الستات المصريين تقولك أنا شعري بيحلو جدا وانا عامل وبعدين بعد ما بتولد بيحصل حاجتين طبعا البوست بارتم اللي هي مرحلة الولادة هي بتفقد فيتامينات كتير مع النزيف اللي هي في مرحلة النفاس كمان البرولاكتين بتاعي الرضاعة ده سبب من ضمن الأسباب كمان إنه خلاص delayed anagen release ده خلص فلازم شعري دايقه فبيقوم الشعر واقع فبعد ما تولد بأربعة لست شهور بتخش في حاجة اسمها فيسيولوجيكال تلاج الأوفلوفيان اللي هو تساقط شعر ماكروب فيسيولوجي لو هي عندها مشكلة زيادة يبقى مش فيسيولوجي يبقى هي خلاص هتوقع أكتر عندها مشكلة أكبر وإحنا بنقرب شوية من المشكلة طب إيه العلاجات الأحدث دلوقتي في التعامل مع تساقط الشعر إيه؟ الشعر ده بقى مدرسة يعني فيه ترايكولوجيست ناس بتتعامل بس في الشعر اللي هو إحنا تخصصنا لصابي سبيشياليتس في الأمراض الجلدية في عيادة بقى ترايكولوجيست اللي هو قار يعني كأنه متخصص حضرتك إيه؟ مش دكتور جلدية لها دكتور شعر بس من الجلدية مش هقوله أنا دكتور شعر يعني بس هقوله أنا ترايكولوجيست كده يعني ترجمة الحرفية اللي هي متخصص في الشعر أكون أكون بعمل أنا اللي بشخص يعني مثلا عيان الصلع الوروسي بيبان عليه علامات مغينة محدش يعرف يشوفها لاترايكولوجيست مش بحتاج بقى أعمله أي حاجة بعدها هو أنا بشوف حاجات في الفروة إنه شعر الترمنال التخين قل وبقى الشعر الفلس اللي هو الرفايع زيد وإنه بقى بيكحت كده يطلع دهون في إيديه ففي حاجات بتشخصني وأنا في العيادة هعمل إيه؟ أول حاجة تأكد إن الجنرال كونديشن كويسة إن أنا ما عنديش مشكلة رأسية إن لازم أخد كيرفول هستري أسأل عيان ده أقوله أنت بتشوف شعري بيطلع معك ولا أنت فجأة كده بتبص على شعرك لقيت الفروة مكشوفة زيادة دي سكة ودي سكة تاني بعد ما هشوف وهتكلم معاه طبعا هاخد كل التاريخ بتاع الأدوية اللي أخدها حالته العامة حال الدو قد الدو كل حاجة العمليات اللي عملها حتى ممكن يكون ناسي بس في حاجة حصلت عملت ده طب لو ما فيش حاجة حصلت عملت ده هنكشف بقى هنبص هنبص هنشوف لو هو صلع وراسي بيبقى له شكل لو هو تفاقد شعر كربي بيبقى له شكل واللي اتنين مختلفين تماما عن بعض ولكن في بينهم أوفرلاب يعني لو عيانة عندها صلع وراسي بس مضغوطة ونفسيتها تعبانة أو هو عنده استعداد بس نفسيته تعبانة بلاقي فيه هنا أوفرلاب يعني ده بيساعد ده الاكتئاب بيساعد مشكلة الوراسية ده محردك قلت الفيشي السوري اه يبقى الانسان عنده المصبطين مصيبة اكتئاب ومصيبة وراسة ده حقيقي فيه مصيبة بينهم ملهاش علاج الوراسة يعني هقطع علاقتي بأهلي لا يعني مش هنساهم يعني مش الجديد الملحوظ دلوقتي انه انا بيجي لي بنات صغيرين الموضوع بقى منتشر جدا عندها في ميل باترن عندها صلع وراسي من النوع الانسوي ومع ذلك ما عندهاش family history ابدا ومتشخصة يعني فعلا عدد الشعر التخين قل معظم الشعر بيموت في مرحلة التلجن او فيلا سهير فقد لونه وفقد سمكه وفقد كل حاجة والعيانة محتفظة بخط انبات رئيسي وبره هنا او جوه هنا في الورتكس اريا بدأ يحفل وسع في الخط وبدأ الشعر يرفع وفعلا فروتها مكشوفة ناخد careful history نلاقي العيانة مثلا عندها تكايوسات مبايد ومش ايلالي او انا بص كلاني كلي الاقي عندها شعر في مناطق اللي هي الاندروجين بيقصر فيها وهي مش ايلة او مكسوفة تقول فاحنا هنا بنربط او عندها حب شباب شديد جدا انا هنا بربط بين تأثير الاندروجين في انه بيين لها حاجات اندروجين اللي هو هرمون الزكور او بيين لها حاجات انا شايفاها بعيني وما بين الحالة اللي عندها وبيبقى العلاج واحد اندروجين ريسبتر كومب يعني انها بشن بقفل المستقبل ده خلاص بتلاقي الشعر بدأ ينبت تاني بتلاقي الشعر ده بدأ يضعف تاني ومعتش بيطلع جديد وهي البريد بتاعتها انتظمت وامورها زي الفل دي الاساليب فيه احدث البي اربي دور ويه فيه احدث من كده احنا خلاص شخصنا هنبتدي بقى في الحاجات الموضوعية فيه المينوكسيديل بقى اللي هو ده تركيزي 2 و 5 و 10 بعد المينوكسيديل طالع جديد اللي هو البروستان لاندن انالوج اللي هو بينشط الدورة الدموية بتاعت الفاروة فيه ناس بتستخدم الليذر ثيرابي فيه انواع من الليذر بتعمل اثارة للبصيلات وبتدفيها وبتزود وطبعا فيه اللي هو البي اربي البي اربي معتمد دي الكدس اللي احنا بنكسب فيها البلازمة 8 مرات تركيزها في الدم لانه فيه ناس برضو غير اطباء بيعملوا البور بلازمة اللي هي البلازمة تبقى فقيرة جدا عينة تقولك انا عملت بي اربي ومش حاسة ان انا نبت ده لانه فيه كدس معينة بتاخد وقته معين في الفصل وبتكسف البلازمة بشكل معين انا باخد ريتش بلازمة فيها فعلا بذكولر بروس فاكتور بتتحقن في الشعر في المناطق اللي افكتد وكمان المناطق التانية فبتحسن جدا بتعمل رستوريشن يعني عينة من تالت جلسة بتحسن انها بدأت تنبت وامرها تمام يعني بتحسن لان نتيجة استخدام كدس مناسبة مناسبة او نقدر نوع عليها ستاندرد جيدة ده ستاندرد ومعمولة لتكسيف البلازمة ومش حاجات معمولة يعني تحت بتحت السلم بس انا يعني مقلدة حتى كدس بتاعت البلازمة دلوقتي بتعمل حاجات فيها مش جيدة ده حي وده بيفرق كتير جدا من دي هتبقى فعلا بلازمة او مش بلازمة حقيقة ده حي اه ايه تاني غير عندنا طبعا هي الفايبرو بلاست اللي احنا بنجيبها من النانو فات 10 سنطي دهن بس من بطن العيانة اندر لوكال اناسيزيا ودرمتولوجيست اللي بيعمل احنا بنعمل وبنحولها من فول فات لمايكرو فات بعد كده من مايكرو فات لنانو فات ده عن طريق الفلاتر فلاتر وبعد الفلاتر بتتحول لليكويد سايل زي الدم بالظبط بنحقنها الحقيقة دي بقى بتجيب مارفلوس يعني نتائج رهيبة ده حقيقة لان فيها فاسكولر انتسيليا الجروس فاكتور مينلي ده عضو يعني مكون من مكونات الدهن والدهن ده اللي ستور بتاع الاستمسل يعني هو المخزن اللي احنا بنخزن فيه كل الخلايا الجزعية وطبعا عندنا كمان اللي هو الكنيكتف تاشو استمسل ده بانش بايوبسي صغير كده من وراء الودين حتى خزعة جلدية وبنحللها بشكل معين بنطلع منها الاستمسل وبتتحقن مرة كل سنتين في الشعر كل ده عشان هي دي الاستمسل وهي بتانتجريت او بتتداخل مع الخلايا اللي موجودة الحقيقة دي بتبقى كويسة جدا كل ده ممكن يتعمل مع بعضه يعني ممكن اجمع اكتر مسلوب علاجي ولا بنائي واحدة حسب العيان هو patient selection يعني انا مثلا لو عندي عيان ميل راجل وعايز بس يأخر الحكاية ووقته مش بيسمع هو عايز maneuver واحد ده ممكن نعمله النانو فات ويبقى كويس جدا وممكن نعمله connective tissue stem cell كويس جدا انما احنا بنمشي step ladder يعني احنا بنبدأ مع العيانة step ladder درجة درجة هي حصت انها متحسنة بلاش نكلفها اكتر وبلاش نعمل حاجة invasive اكتر واحنا ممكن نعمل حاجة invasive أقل دي الصورة الاولية دي female pattern اللي هو حالة صلع وراسي زي ما قلت الحارتك الخط اللي في النص بيوسع والحالة بتوسع اللي هو الخط بيوسع ومحتفظ بخط انباتها الرئيسي دي علامة مهمة جدا الصورة اللي تحت بعدها مثلا بجلستين تقريبا كان بينهم شهر الولد اللي فوق كان برضو بداية صلع من النوع الذكوري يعني الخط بيرجع لان الستة عكس الراجل الستة بتحتفظ دايما بالfront online بتاعه في الصلع الوراسي راجل خط الامان اه اول حاجة بتقع في الراجل هي fronto temporary session منباته يا سحك دي اول جري فاتحسن جدا بعد ده حد مرة او مرتين يمكن اقلم الحالة دي اه واحنا بنعمل العلاجات واحنا بنعالج الشعر الشمبول المستخدم هيكون ايه؟ اه اكوردي يعني احنا بنقسم على حسب الحالة بس طبعا موظم الحالات دي يعني دي حالة صلع وراوسي برضو تحت ودي بعد جلسة واحدة بس جلسة واحدة استمثل اللي انا بقول لحالتك عليها الويدنينج قفل خالص العيانة دي كانت منلي عمالة بتلف وهي عندها اجزيمة دهنية في الفروع فانا كده لازم اعالج الفروع ومع ذلك ادي حاجة ترتب فطبعا بياني كيه عاملة ديرمو ثوثين شامبو انا ممكن ادي للعيانة كل العلاجات الالكوالبازد والطوبكاليسترويد وكل حاجات واستخدم لها الديرمو ثوثين شامبو الحقيقة هيبقى جميل جدا ديرمو ثوثين شامبو اند ماسك هم عاملين كار كده كاتموا عبادة انه شامبو بيرطب ومن غير ما يدحن ان الفروع دي حاجة مهمة جدا ده حلو قوي ده او ده حلو جدا وبعد دي ماسك وفكرة الماسك دي انوفاتيف تكنولوجيا يعني مش كل الناس بتعملها انه الماسك بتعمل وانس برا ويك وفي الحالات الجفة قوي بتعمل مرتين في الاسبوع ده هو اسمه كده او هير ماسك هير ماسك هم انوفاتيف في الموضوع ده يعني هم مفيش ناس كتير عامله هو بيتعمل مرة في الاسبوع ثلاث من ثلاثة لسبعة دقايق على حسب قوة شعر العيانة لو شعرها قوي بنحط لو شعرها ضعيف ولوز وبيطلع بيتقلل بس جدا بيطر يعني لو حتى اي حاجة ولو حتى حاجات من اللي فيها كافيين وسوبل ميتو وكابشيسين والحاجات اللي بتحرق الفرو دي ده بيرتبها جدا حقيقة بحبه قوي لأ بيونك بفكرة احييهم يعني هي بيفكره تفكير دايما خارج الصندوق ودايما الفكرة اللي فيها بيزك علمي دي فكرة بترقني أنا شخصية أنا بحب جدا الفكار العلمية يعني مش التجارية أنا عايزة عمل حاجة علمية فالماسك اعتقد فكرة علمية يعني قريبة جدا من نابتخدم كمان وبتغذي الاسكلب وأحسن من الكندشنر في فكرة انه انتي مش مضطرة تعمليه كتير واللونج افكت بتاعه انه هو قد ايه بيغلف الشعرية طول الاسبوع فمحسسك بالبروتكشن فترات طويلة يعني ده من احد يعني دي الامبولات دي دي اامبولات ولا فيوبان؟ لا ده الشامبو والماسك ده كده للغسيل للناس اللي عندها اجزيمة دهنية عندها صدفية ومنشفة شعراها جدا لحالات الصلع الوراثي وتسقط الشعر الكربي اللي بيبقى عندهم اجزيمة وشعرهم ناشفة بحوة الدهون دي كانت بتمشي الطري للوقت هي بتكتم هنا بتوقع والشعر بيجف فهم عمليين تكنولوجي نحن نطري من غير من دهنن ودي حاك ويسف فيه اامبولات بتتحط معا؟ الامبولات دي بقى قصة يعني هي فيها مواد منلي للشعر اللي برفع ده اللي هي بتلحقه في المرحلة دي اللي هي لحالات التلج نقوف لوفيام والمتقدمة أو يعني اول الدرجة كده في الصلع الانسوي المفروض انها شغالة منلي على مضادات الاكسادة يعني هي فيها انتي اكسدان فيها زنك فيها مواد بتعمل اكتيفاشن اللي هو البايوستيمول المواد اللي هي بتثير الفاروة بتزود الانجوجينيسز من غير ما تعتمد عليها الامبولات دي اسمها ايه؟ جوني كاب مان ووومن جوني كاب برضو دي غير دي غير الدرموثوثين دي غير الدرموثوثين دي حاجة تانية اضافية ده هم هم عاملين بروغرام كده للهير يعني بتبتدي من اول اللص فانت بتدي جوني كاب مان ووومن بعد كده عندك الكتس للشعر الدراي وعندك كتس للشعر الرفيع بتتخن الشعر فبتحسنه جدا الميزة الميزة انه الوومن الجوني كاب وومن سيف جدا في البرجنانسي واللاكتاشن يعني مش بتأثر خالص ما بتأثرش خالص في الحمل ده شيء مهم جدا وفي اللاكتاشن كبان سيف جدا وبتقلل لها التلز نوفلوفيا ما اللي بيحصل في الرضاعة ده مهم من ست الحمل لانه ما تتأثرش ست في الرضاعة ما تتأثرش فده برتوكول جمعي متميز للغاية بالنسبة لفقد الشعر انت نورتين النارد بحوار علمي راقي جدا جدا اكيد الشعر موضوع معاقد الغاية ضيفاتي العزيزة لسوة الدكتورة هيبة فاروق استشاري الامراض الجلدية واستشاري الليزر وصاحبة الزمالة المصرية الامراض الجلدية والبرد العربية الامراض الجلدية نورتيني وشرفتيني وسعيد جدا ما هاتف السيارة خلي بالكم الشعرك وما تشدوش شعرك جامد جدا وخلي بالكم الاكتئاب الاكتئاب من العمل الخطيرة جدا في عالم الشعر خليكم ريئين انا احب الناس ريئة او الشعر يحب الناس ريئة خليكم دائما بعض دكتور سرطان الرئة هو سرطان الاكثر شيوعا في جميع انحاء العالم في اعداد الاصابة واعداد الوفيات في عام 2012 كان في مليون وطممئة الف حالة جديدة في جميع انحاء العالم ومليون وخمسمائة الف حالة وفاة بسبب سرطان الرئة ومع ان اسباب الاصابة متنوعة يبقى التدخين هو المتهم الاول في الاصابة بسرطان الرئة على سبيل المثال في الولايات المتحدة تشير التقديرات ان التدخين بيتسبب في 87% من حالات سرطان الرئة اكتر من كده ان دراسات متعددة اتكلمت عن خطورة التدخين السلبي في زيادة نسب الاصابة وده اللي خل معظم حكومات اوروبا تتجه لتقليص اماكن التدخين في بلدها وعلى عكس معظم الامراض قيمة المشاهير اللي اخسرناهم بسبب سرطان الرئة طويلة جدا تشمل سياسيين ورياضيين وقضباء وفنانين من كل انحاء العالم اشهرهم في مصر الفنانين الكبار نور الشريف واحمد زاكي ومعالي زايد والجسوس المصري المعروف في اسرائيل باسم جاك بيتون المعروف للمصريين باسم رفعة الجمال او رقفة الهجان اهلا بكم النهاردة يوم مهم جدا 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 في الدكتور لاول مرة الحوار النهاردة يكون بالتفصيل عن ما يسمى بالتراسك سيرجري او جراحات الصدر والقلب جراحات الصدر جراحات مهمة جدا وخلينا نفهمها النهاردة بالتفصيل صحيح انه هنشوف النهاردة جراحات الصدر اللي بتشمل جراحات الرئة القفص الصدري القصبة الهوائية نتكلم بالتفصيل النهاردة عن حاجة اسمها السايمومة او السايم الجيلاند او الغدة السايمومية او سايموثية بقى باللغة العربية انا معرفش باللغة العربية والله ما فاكر اسمها بالعربي ايه يا بالانجليزي سايمومة معروفة لكن هذا تخصص مهم للغاية والنهاردة ضيفي واحد من قدم هذا التخصص في مصر وخلي بلكم انه النهاردة هنتكلم في المواضيع يظن الكثيرين انه ما بتتعملش في مصر ما هي بتتعمل في مصر بتعمل بشكل بارع جدا في مصر النهاردة هنتكلم اكيد طبعا على الاورام بلا شك الاورام هتاخد جزء كبير جدا واكيد التدخين يعني مهم جدا ولو ان انا مش عايز ادخل في كلاسيكية الحوار على التدخين لانه مش القصة باطنية قصة جراحية هيحصل ورم فاحنا هنتعامل نشوف الورم ده هنتعامل معه ازاي زي نكتشفه بشكل مبكر وتدخل الجراحة يكون ازاي اكيد هنعرج على اورام شوية خطيرة وندرة يعني طبعا زي ما احنا شايفين الرئة يا جماعة شيء مخيف القصبة الهوائية ده شيء مخيف جدا كمان القصيبات الهوائية الاورام اللي بتطلع فيها ممكن تكون اورام في المتقش دايما شايفين اهي قصبة الهوائية اللي في النص دي 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 دلوقتي فيه عمليات نقدر نتعامل مع مشكلات القصبة الهوائية ونزداداتها النهاردة هنتكلم عليها بالتفصيل النهاردة زي ما قد تركوا حوار من طراز خاص والنهاردة اكيد فخورين وسعاداء جدا انو ضيفي واحد من القمم الكبيرة والجراحين المبتعين يعني النهاردة هنسعد جدا بنوعية خاصة من الجراحين يعني نقدر نقول سمة العبقالية اللي تخلوا عنه مهارة مطلقة دقة هنستمتع الحوار هنستمتع حوار لأول مرة في الدكتور ضيفي العزيز القيمة العلمية الكبيرة الأستاذ دكتور حمد مصطفى أستاذ مساعد كراحات صدر بكلية الطب جامعة عين شمس ضيفي في الدكتور حوار من طراز خاص مهارة مطلقة هنستمتع حوار لأول مرة في الدكتور عايز أقرب من جراحات الصدر لأن كثير من الناس ما عنداش فكرة عنها جراحة الصدر كل ما يتعلق في 18% من جسم إسان دول بدون التدخل في شغل القلب دايماً جراح الصدر يعني قيمة كبيرة لأنه ده كل اللي احنا قلناه ده حاجات تهدد الحقيقة ديق القصبة الهوائية طبعاً لما أقول قدم الناس ديق قصبة الهوائية كلمة تخور أسباب ديق القصبة الهوائية السبب الرئيسي اللي عندنا والشاعة جدنا في مصر وجود المريضة على جهاز سنف والصناعي الفترة طويلة هل يحصل مشكلة كبيرة لو الورم دخل على الأورطة؟ خلاص المرحلة بقى أن احنا نعرف الورم دوت داخل ولا مش داخل نذهب إلى البطن بقى أو راب أو سلطان الرئيسي طبعاً التدخين اللي مش مقتنع بكده للأسف بيدفع التام من الغنين الدكتور أحمد مصطفى أستاذ مساعد جراحة الصدر بكلية طب جامعة عين شمس استشاري جراحة الصدر زميل جامعة بيير ماري كوري فرنسا زميل الكلية الملكية للجراحين إنجلترا زميل جامعة كيوتو لزرع وأورام الرئة اليابان عضو الجامعية الأوروبية لجراح الصدر إي أس تي أس اسمحوا لي أن نرحب بضيف العزيز القيمة الجراحية الهمة جداً أستاذ دكتور أحمد مصطفى أستاذ المساعد لجراحات الصدر بكلية الطب جامعة عين شمس واستشاري جراحات الصدر زميل جامعة بيير ماري كوري بفرنسا زميل جامعة الجراحين من ملكية بإنجلترا وزميل جامعة كيوتو لزرع وأورام التعامل مع أورام الرئة باليابان نورتنا دكتور أحمد وشرف تبيد لنا سعيد جداً بزيارتك وبدأت تبلاها بقلنا فترة طويلة وماشاء الله سمعتك ترقى إلى مستوى عالمي لا لا يا فنم ده مبارغة وإكرام الهوغف الله يخليك فنم وشهادة طبعاً من كل الأوساط الطبية موجودة تبصر لك الله يخليك فنم يعني عايز أقرب من جراحات الصدر لأن كتير من الناس ما عندهاش فكرة على تمام جراحات الصدر هي تخصص من جراحات القلب إحنا التخصص الكبير جراحة قلب وصدر بيبقى فيه اللي هو جراحة الصدر كل ما يتعلق في 18% من جسم الإسان دول ولكن بدون التدخل في شغل القلب شغل القلب ده بقى تبع جراح القلب فقط يعني نعم فيه بيبقى شغل مشترك ما بيننا دايماً إنما هي جراحة صدر بتشمل ريئتين ومنطقة المنصف أو الحيزوم ومجرى الهواء أو المجاري الهواء الرئيسية للقصبة الهوائية الحنجرة التفريع بالتقصبة الهوائية اللي هي الكارينة والمجاري الهواء الرئيسية للرئة اليمين والرئة الشمال وكل بقى ما يتعلق يعني من مشاكل التهابات أو أرام أو أو يوب خلقية أو إن شاء الله لاحقاً يبقى فيه زرع فالحاجات دي كلها زرعة رئة زرعة رئة نحضر لها بس ربنا يسهل إن شاء الله مشروع كبير قوي يعني ومشروع قوم يعني فدي يمكن نبدأ عن جراحات الصدر عندنا منطقة منسية شوية اللي هي منطقة الحيزوم اللي هي المنطقة أو الأنسجة اللي ما بين الرئتين والقلب الميديا ستاينم الميديا ستاينم بالزبط الميديا ستاينم ده زي أي عضو تاني بيطلع منه التهابات بيطلع منه أوراق مهمة أوي بتقع فيه غدة لينفوية كبيرة لما بتجبر تأمين مشكلة بتقع فيه الغدة تايموسية غدة تايموسية دي بقت عنصر يعني بنبص عليه دايما مع الأورام اللي بتيجي في الميديا ستاينم أو في الحيزوم أو في مرض وهن العضلات الميثيني الجريفز اللي هي الناس اللي بيبقى يسقط عندهم الجفن أو يبقى عندهم تعب على آخر اليوم في الحركة ووووه لازم الغدة تايموسية دي بقت المتهم الأول في حاجة زي يعني هي طبعا بيشمل كمان العاملات التي تخص سرطان الرئة وأحيانا سرطان المرئة أم تقول أن العيان محتاج متخصص في جرحة الصدر إذا كان بيعاني من ده؟ تمام هو إحنا طبعا بنتواصل إحنا دايما بنشتغل مع فرق عمل خلاصها والطب بقى كله فرق عمل مع بعض فإحنا دايما الفرق العمل التي نعمل معها ده كثرة أمراض الصدر الباطنية والتشاس فيزيشنز والأنكولوجيست اللي هم الناس بتوع الأورام إحنا جراحين أورام إحنا جراحين اللي بنتعامل مع أورام الصدر كلها المريض لما بيجي غالبا لو جاب كحة لو جاب ألم في الصدر لو جاب تزيق في الصدر لو جاب بيديق في النفس بكحة مدممة بسعال مدمم بيتجه على طول لدكتور الباطني أو الدكتور الصدر الباطني اللي هو الملجأ الأول لهذه الأعراض وبعد كده الدكتور الصدر الباطني بيبتدي يفحص المريض يبتدي يعمل له الأشعات المبدئية ولما يبتدي بقى يشك في حاجة لازم بقى يرجع علينا في الموضوع بالنسبة برضو إذا ما لقنا جراحة الأورام إذا ما لقنا هما الأنكولوجيست مش جراحة الأورام الأنكولوجيست هما دول برضو بساعات بيبقى مثلا المريض يتعرف إن عنده ورم والورم دوت مثلا في الرئة فيتجه بصورة غير مدروسة لطبيب الأنكولوجيست قبل ما يروح لجراحة الصدر فالأنكولوجيست هنا برضو دوره مهمة إنه ينصح المريض هل لجراحة ولا لأ هو لازم الاستقصال الكامل هو الأساس الجذري للعلاج سرطانات الرئة وغالبيت السرطانات فبيبقى معنا منذ ولقنا الأنكولوجيست لما يلاقوا حالات محتاجة فعلا لجراحات لازم نعمل M.D.M. ونشوف الوضع شكله إيه المريض بقى يفحص بفحوصات مهمة هنقولها إن شاء الله دلوقتي بس هو ده طرق العمل مع باقي فروع الطب أحيانا بييجي يعني طبعا غير مرضى الحوادث أشهره من الارتشاح الهوائي اللي هو نيمو ثوريكس ده بييجي اللي هو مرة واحدة مدخن في سن الشباب مرة واحدة يشكو بألم جامج جدا في صدره وقطع في النفس يطلع على أقرى مستشف وقاله إنه عندك راشح هواية هو يصال هواية انفجرت وأدى ذلك إلى تجمع هوا حولين الرئة اللي هو لازم يتفرغ الأول بقى مبوبة صدرية ثم نستقصل بعد كده بالمنظر الهواصل الهوائي دي فده التروما أو الـ ER أطباء الاستقبال أو الرعاية المركزة بيبقى معنا لهم دور دايما يستدعون في حاجات زي كده كاترة البطنة مثلا اللي عنده استسأة مائي حول الرئة اللي عنده دكاترة القلب اللي عنده استسأة مائي نتيجة فشل القلب حول الرئة يعني إحنا بيبقى لنا إحنا خط التاني في الاستدعاء بعد دكاترة أمراض الصدر البطنية والأونكولوجس اللي هم الأورام والبطنة العامة دايما الجراح الصدري يعني قيمة كبيرة لأنه ده كل اللي إحنا قلنا ده حاجات تهدد الحياة يعني الاسترواحة وليه الرئة اللي هو نيوم السوركس بالزبط في ناس ما تستاشر مستاشر آه ممكن خصوصا في الحوادث بالزبط ممكن خطة بالزبط يتكسر بالزبط كده بالزبط حيوة دي سعربيات عنده كتير قوي حصلت حادثة يقولك المارين مش قادر ياخد نفسه وفي دايما في live support في الخارج بيعلمه الناس إنه ساعات المسعف لما بيجي بيحط كانيولة كبيرة شوية في الصدر علشان يطلع الهواء اللي يضغط على الرئة واللي ممكن يضغط على القلب ويمنع الضارة الدموية إنها تستكمل ويقف القلب في مكان الحادث فدي الحاجات دي بتبقى يعني live rating زي ما خيرتك قلت وليه حلول وحلول بسيطة إن شاء الله يعني هبدأ الأول الفهرس بتاعنا نهارده وحوارنا المهم جدا نهارده وانتبه لإنه ده واحد من الحوارات الاستثنائية المهم جدا دي القصبة الهوائية طبعا لما أقول قدام الناس دي قصبة الهوائية كلمة خوف جدا قصبة الهوائية تتقفل يا لا تتقفل مش هقدر أخد نفسي أو عايش وأنا بأخد نفسي بصعوبة برضو صحيح فأنا عايز أقفل أسباب إيه المشكلة؟ حيتعمل إيه للمريض صحيح هو طبعا القصبة الهوائية دي ممر الهواء الرئيسي اللي بيودي الهواء لرئتين فوقيها الحنجرة وتحتها الرئتين هي قطرها بسيط وأسباب ديق القصبة الهوائية السبب الرئيسي اللي عندنا والشاعة جدا في مصر هو وجود المريضة على جهاز سنف الصناعي لفترة طويلة الناتج بقى حوادث جلطات في القلب جلطات في المخ أغلبيتهم الحوادث الحقيقة واحد فقد وعيه نتيجة غيبه وتسكر أي ماليك الكنديشن تخلي العيان ده موجود في رئيسي مركزة وتحط على جهاز سنف الصناعي فترة طويلة نشايفين طبعا ده مثلا ده شق حنجري معمول والسهم يشاير على ديق القصبة الهوائية فوق الشق الحنجري ممكن تطلع الأورام ودي حاجة بتبقى مستخبية تماما حتى على بعض الزملاء من الأطباء إن مرض بسيط يبتدي يطلع ويقفل القصبة الهوائية ورم ومن بقاش عارفين والمريض يجي يشتكي بنهجان مستمر والأشعة الصدر بتاعته كويسة ممكن حاجات تبقى نتيجة حاجات خلقية زي لارينجو ماليكشيا أو تراكيو ماليشيا اللي هو اللين جدار القصب الهوائية جدار القصب الهوائية ده متكاوم من غضاريف بتخليها مفتوحة على طول رشاء مخاطي مبطن لها بيحاول بيساعد على طرد البلغم دايما اللين ده لو مش موجود اللين ده بيبقى الغضاريف دي بتبقى فقدة وظيفتها فالنجد البراشير بتاع الصدر لما بناخد النفس بيقفل القصب الهوائية معي فهي دي دي أسباب كتيرة وأهمهم وأشهرهم اللي هو دي قصب الهوائية الحميد اللي ناتج عن بقاء المريض لفترة طويلة في رعاة مركزة يعني منشوفهم كتير قوي كلهم بيبقوا شباب كلهم غالبيتهم بيكونوا دخلوا تحطوا على جهاز نفس صناعة ودي الأنبوبة الحنجرية بالبلونة اللي هي مسببة لحاجة زي كده وبعدين بيطلع بيلاقي نفسه مش نفسه تقطع خالص تخنق ونقوم حطين بقى بعد كده للعينين دول شوية يعني بنحط له ساعات علاجات يعني ممكن تبقى الصحة قوي إنما بينتهوا بالشق الحنجري اللي هو اللي بيسموها الناس العصفورة يفقد الكلام شاب في مختبر عمر عايش بالشفاط ماسك الشفاط عطول بيشفط من الشق الحنجري الشق الحنجري لاحقا 15% من الناس بيتوفوا بمشاكله فبتبقى عيشة كواليتي بلايف بتاعتها وحشة جدا والحمد لله الحمد لله مئات مرضى دلوقتي نقدر نقول خلصنا معاهم القصص دي يعني تم إجراء لهم الجراحات المناسبة كأطفال وككبار وكلهم الحمد لله بيبقى نجاح العملية بيشمل إنه الإنسان بيستغنى عن الدعامة أو الشق الحنجري بيستغنى عن أي جهاز تكميلي بيديله النفس أو الشفاط بيتكلم كويس يشرب كويس يتفاعل ويعيش تاني خالص يعيش بطريقة يعني طبيعية تماما كواليتي بلايف هنا بيبقى مهم جدا وخصوصا لو دخلنا في الأطفال لحنا نعرض برضو على حضراتك طفلة مش عارفة تخش الحضانة ما بتتكلمش حالة نفسية سيئة للأسرة الطفلة ما تقدرش تزايد إن الطفلة يعني مش فهمة إيه المتركب أو الطفل المتركب في عنقه دوت وبيتنفس منه هو حياته هو عارف بيشاور على الشفاط علشان يحاول الأهل يعرفوا إنه مخنوق وعايز بقى اتخنق هو ده زي البنوتتنا دي ربنا كرمها بالشفاء الحمد لله دي كانت عايز بشكله بالعلاج القديم كان كده نعمل شقة حنجاري شقة حنجاري وخلاص وأنا لا ألومة على الناس لأن هي عملية صعبة وعملية بتوجرى في مجرى الهوى مجرى الهوى ده 11 سنطي ما ينفعش نوصله بأنبوبة صناعية هو لازم يتوصل منه فيه فالقصة دي يعني محتاجة حرفية كويسة أو محتاجة سنتر مجهز تيم تخدير مجهز تيم رعاية مركزة مجهز تمريدي بقى عارف ينصح المريدي قوله إيه وحتتتعامل إزاي مع الوضع الجديد لغاية لما إن شاء الله فترة نقاها بتعجب يعيش طبيعي تماما إن شاء الله إيه بقى الأساليب الجديدة دلوقتي هي ما كانتش هي مش أساليب جديدة قد ما هي جراحة ما كانتش بتتعامل أو كانت بتتعامل يعني كل فين وفين وكل فين وفين لما كانت تنجح إنما إحنا بنا نلاقي دي بنواجه المريض نقوله إنت عايز تعيش بكذا بالطريقة الصعبة دي ولا نجري استقصال جذري للمشكلة دي كلها الديق دوت لما بيستقصل ده مجرى الهوى عبارة عن مليمترات وخصوصا في الأطفال فهي بتبقى عملية حساسة جدا ودقيقة جدا لازم المريض يعرف أبعدها والمسؤولية الملقعة الطبيب اللي حيجر لعملية دي طبعا هي لازم عملية لا تجرى إلى مرة واحدة ملهاش ردو يعني ملهاش إعادة فهي لازم تبقى يعني معمولة بحرفية من الأول خاصة بحيث أن المريض يرجع له التنفس وما يقدرش ويستغنى تماما عن أي أنابيب ذا المنتجومري أو التركيل ستانس أو اللي هي دعمات قصبة الهوائية أو اللي بتاعة الشق الحنجاري اللي هي بتاعة الشق الحنجاري هم تشوق ونحط الدعم عشان تخلي اللي هو يطلع طالما فيه نسدار بالضبط فدي الحمد لله إنه وعي إيش لحلال العملية يعني هو إحنا طبعا تحت تخدير البنجل كلي إحنا المريض بينام على ظهره بتفتح فتحة في الرقبة صغيرة مش كبيرة وإحنا نقدر من الفتحة دي بنوصل للقصبة الهوائية من جوة صدر ومن الحنجارة المفوق عشان ساعات بنسقط الحنجارة المفوق الجزء المصاب بيتقص وإحنا دايما حتى لنا تعبير لازم بيتقص فمجره هو بيتقص والمكانة لازم شغالة والمطور شغال اللي هو البني آدم يبقى شغال ففيه طرق معينة بنستخدمها لإبقاء المريض تحت التنفس وإحنا قطعين القصبة الهوائية ثم لازم نحافظ على الأعصاب اللي رايحة للأحبال الصوتية لازم نشيل كل الجزء التالت من القصبة الهوائية نرجع جزء سليم بجزء سليم سواء كان بقى حنجرة في قصبة الهوائية ودي بتبقى الأصعب قوي أو قصبة الهوائية في قصبة الهوائية أو لما ننزل تحت على مستوى الكارينة بقى وده صعب خالص الكارينة دي أو مكان التفريع بتاعت القصبة الهوائية للرائة اليوم والرائة اليسرى المفارق المفارق دي بتبقى وراء القلب وكل القصبة الهوائية جماعة تيجي هنا تتفرق بالزرق بالزرق راية وليفت الكارينة دي دي في مكان موجود عبارة ده مكان يعني صعب جدا كل الأوعية ده مهوية خارج القلب تطلع منه فيه أعصاب مهمة أوي بتطلع لأحبال الصوتية في الحتة دي فيه المريء فيه الرائتين والمشكلة إن أنا محدد بإن أنا أشتغل وأعمل حاجة اسمها release maneuvers إن أنا أحاول أجيب طول من كل حتة في القصبة الهوائية بحيث إن أنا لي المت معين اللي هو نص القصبة الهوائية أقدر أستقصله وأعيد توصيله تاني على المستوى تحت الكارينة دي عملات بطبع معقدة جدا ومجرى الهواء يعني كمليتلي بيختلف بعد العملية يعني ممكن يمين المفروض يبقى طالع من التفريح لا إحنا ممكن يطلع الليمين من الشمال أو شمال من الليمين أو يعني نعمل لحاجة اسمها new carina يعني فعلى حسب مكان الإصابة فين بالمريض بيجينا وإحنا بنقوله إحنا وسائل العلاج تبقى كذا ومضاعفات الكلام ده وتممكن تبقى كذا وكذا وكذا وطرق الإلاج الصحيحة المكتوبة في الليتراتشير كذا ونسب النجاح عندنا بتبقى كذا وكذا وكذا وطبعا بنوفر العينين دول يعني فعلا مش كلام مش مش دعي خلص خدمة طبية متميزة جدا وبتبقى إن العملية دي بتبقى كبير قوي فغالبيتها بتبقى نفقة دولة يعني ما بتبقاش حاجة يعني بتبقى على نفقة الدولة إن هي محتاجة سيستم كامل لا يصلح إلا المستشفات الجامعية إنها تنفزوا حاجة زي كده إحنا أخيرا يعني إحنا استخدمنا جهاز الأكمو لعيان عنده ورم في القصبة الهوائية إيه الجهاز دا؟ هو الجهاز اسمه الإرواء الصنوع الخارجي الجهاز دا هو موجود في العالم حوالي يمكن أكتر من عشر سنين هو بيساعد القلب والرئة على أداء وظيفتهم اللي ممكن أيها بالزبط هو دا الجهاز اللي ممكن تتأثر في لحظة من اللحظات هو عبارة عن رئة صناعي ومضخة غير ممكنة القلب الصناعي خالص دا بيتوصل للإنسان بطريقة سواء فينو أرتيريا أو فينو فينس يعني وريل مع وريد أو وريد مع شرهان على حسب المريد دا محتاج إنه إحنا نساعده أو نساعد القلب في أداء مهمته لغاية مثلا لما يستعيد وظيفته بعد زفحة صدرية أو بعد جلطة على القلب أو لو إحنا مثلا عايزين إحنا في موسم الكورونا فيروس كورونا فيروس وقبل كده الصارس وقبل كده حاجة اسمها الأكيوت لانج انجري أو الـ ERDS الكلام دا كله اللي بييجي الرئة بتفكت وظيفتها خالص في فترة من الفترات الفترة دي بتوصل لحل التهاب الرئوي أيه التهابات شديدة جدا تمنع الرئة أكيوت سيفير نيموني بالزبط التهاب الرئوي مايخلاش وشغالها تماما مليانة 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 إفرازات مليانة إفرازات فكأن الإنسان ما عندوش رئة بالزبط ما هيموت بالزبط فبتشغلوه على جهاز فمنشغل الجهاز دا يشتغل على رئة صناعية خارجية يشتغل على رئة صناعية خارجية وبيبقى أحيانا بريج للترانسبلانتيشن يعني بريج إن مثلا عيان محتاج زراعة رئة بعد فترة التقالية أو حتى يشفى من الفيض أو حتى بالزبط لأنه دا شفى الناس كتير قوي وبيبقوا صغيرين في السن عقبال بس ما نعدي فترة التهابية اللي فيها بتفقد الرئة ووظيفتها تماما فإحنا هنشتغل مثلا كنا في العملية 6-7 ساعات هنوقف التنفس إزاي فلازم نجيب تنفس من خارجي مكنة القلب الصناعي هتدينا تنفس خارجي ولكن بناخد عليها هبيرين جامد وهنا بنحصل بالسكشن وبيصحى عملية تشريحية في الحتة دي صعبة جدا يبقى إحنا معرضين للنزيف جامد فالماكنة دي أو الأكمو دا جاء نجدنا في حاجة زي كده والحمد لله المريض كان عنده ورم خبيث في التفريع اليسرى مع الكرينا والحمد لله هو الحمد لله يعني بنجاهد أن احنا من خلوش ينزلين عبكور دي وقت الحمد لله يعني رجع طبيعي دلوقتي تماما الحمد لله عايزة شوف بس الصورة بتاعت قبل وبعد بتاعت الدي لأنه دا مهمة أوي اللي هي احنا في الجراحة ما زلنا في الدي والصورة بتاعت قبل وبعد بتوريني حاجة مهمة أنه قبل كان فيه دي فعلا واضح جدا يبقى بين بوينت اهو بالزبط زي ما احنا شايفين وبعد العملية بعد ما وصلنا شدنا المزء اللي هو التالف التالف وعملنا يعني ايه ريئة سموز التاني سموز بالزبط كده فعلا جمعنا تاني القسم طبعا دي مش عملية سهلة دي ما لها عايزة حرفية والأول مرة أعتقد عندي ناس كتير تعرف أنه في حاجة اسمها إعادة توصيل القسم الهوائي قسم الهوائي طيب هننتقل بقى في المحطة بتاعتنا المهمدة لأورام القسم الهوائي تمام احنا نعرف أولم الرئح تمام لا دي مختلفة تماما هو المشكلة أن المريض زي ما قلنا بيضل يعاني من النهجان أو سعال بسيط أو سعال مدمم لأن احنا القسم الهوائي لو اتقفلت 50% منها إنسان ممكن ما يحسش 75% منها ممكن ما يحسش قوي عندما هي بتيجي في لحظة ثم الاختماق فبيبقى تبقى القشة التي تقسم ظاهر البعاير يعني مثلا ده ورم طالع من جدار القسم الهوائية فيها الحلقات دي وسادد جزء كبير ممكن المريض ده ما يبقاش حاسس بحاجة خالص ولا بيشتك بها ولا بيشتك بحاجة خالص نفسه طبيعي نفسه في أغلب الإحيان طبيعي إنما لما بيجي يشتكي زملائنا بقى اللي احنا قلنا المحطات اللي المريض بيزورها قبل ما يوت بيبتدي يشك وهنا عامل الشك مهم جدا عامل الشك مهم جدا يا مثلا الورم دوت قفل الرئة اليسرى اللي عندنا ما كانش حاس حاجة خالص برغم من رئة بحالها طلعت من تبادل غازات رئة بحالها فقوة شوية نهاجان جاء في الآخر طبعا الأدوية اللي في الأول اللي بتكتب مضادة حيوية مساعات الشعب اللي هنهيلرز الكلام ده كل ما جابش نتيجة فبدأوا بقى يعملوا الفحوصات اللي هي المتقدمة شوية اللي هو ورحلوهم بشوية نهاجات شوية نهاجات فقط ما بيروحش بأي بأي عرض آخر هو الفكرة إنه بيروح بأعراض عامة وعلى المريض إنه وعلى الدكتور إنه يشك بحاجة زي كده فهدي بتحتاج لفل أعلى من لفل مثلا الوحدات الصحية اللي موجودة مثلا في القرى والمدن الصغيرة أنا مقدرش ألوم يعني طبيب قاعد لسه لسه متخرج قوله أنت لازم تفكر في الحاجات دي إنما بتبقى مع المتابعة إن مريض متحسنش لازم يحاوله على طول وطبعا هنا ده منزار ده منزار ده داخلين بنعمل منزار عدينا من الأنبوبة الحنجرية اللي ماشية وبعدين حيوصل حيوصل حنشوف التفريع طريق يمين وطريق الشمال الطريق الشمال تماما مقفول بال أوينك ما طلقتش في المونتاج عادة تتضبط في المونتاج ممكن نشوفها كاملة عادة ما طلقتش في المونتاج إنما هي هيبقى مبين خالص ورم قافل ناحي الشمال ويعني المريض بنعيد إن الشاكوة بتاعته بتبقى شاكوة بسيطة في الأول وخصوصا في الأطفال إن الأطفال بيتعالجوا على أساس إنهم عندهم التهابات رئوية على طول ويجي الطفل يتعالج مرة اثنين وثلاثة وبعد كده بقى مع الفحوصات بتباني المشاكل الكبيرة لما أكشف أنا كدكتور باطني على العيان ده هلاحظ إن فيه رئة ما بتتحركش؟ صحيح هو الكشف الكليكنيكي ساعات بيقول إن الهوى المتوزع على الرئتين ما بيقاش متساوي والأكس راي ممكن ما تبقاش بتفيد قوي في حاجات كثيرة لا الأشياء السينية العادية إنما أنا بحاول بقى أو بريزو إن المريض لازم يسمع دكتور يسمع كلام دكتور الأمراض الصدر الباطني لما ينصحه إنه يعمل منزار منزار على الشعب الهوائي المزار على الشعب الهوائي دوت ده بتعمل في ساعة أو في ساعتين ومن غير بين كله إنما بيكشف وبيخلينا بنشوف رؤى العين إيه المشكلة في القصب الهوائي دي إيه المشكلة في مجرى الهواء فالمريض لازم يسمع وخصوصا لو تم علاجه وما استجابش للعلاج ده مهم ده ما أنا شايفين ده الشعاعات ده مثلا يعني ده ورم حيزومي كبير جدا واخد القصبة الهوائية اللي عليها السهم أقصى اليمين وقفلها خالص وفي العينين دول قد نحتاج إن إحنا نحط لهم دعامة علشان تفضل القصبة الهوائية مفتوحة ننقذ موقف وبعد كده نتجه لسبب المشكلة ونعلجه لحيقة لما نيجي نبدأ نحالك بقى الأورام دي العلاج استقصال؟ على حسب هو كل ورم موصوف له يعني طريقة علاج فمثلا من الأورام الشهيرة عندنا أورام اللينفومة اللينفومة علاجها غير جراحي على الإطلاق بالعكس إحنا علاجها كماوي بيخفوا بالناس كتير قوي بتخف وترجع لحياتها الطبيعية علاج إحنا المرحلة هي مهمة جدا يعني إيه مرحلة الورم ماسك في جيرانه وشكله يعني إيه جيرانه الورم هنا بيمسك في ريئة في قلب في أوقاية ده موية كبيرة فالجيران هنا ناس يعني عظماء تخيل بقى أن إنت مثلا هنا جيرانك ناس تقيلة ناس تقيلة قوي فانت بقى يعني مش يعني سفرة في العمارة فاكر فيلم سفرة في العمارة هنكرر نسل فهو إيه ناس يعني حتى يحصل مشكلة كبيرة لو الورم دخل على الأورطة خلاص أب الزب فالمرحلة بقى إن إحنا نعرف الورم دوت داخل ولا مش داخل دخل على حاجة مهمة دخل على حاجة مهمة مريء قصبة هوائية قلب رئة فلازم نعرف الوضع شكله إيه والأورطة قريب من هنا جدا القرش القرش مظهرين على طول وفي عمليات قد نستقصل فيها أو ريدة كبيرة زي سبير في ناكيفا مع الورم وبنحط فيها وصلة وصلة صنوعية بنصقص سعاد فيها حتة مرقة بس كله بيمشي على حسب قانون طبي مشارات طبية بتنزل بتقول الورم شكله إيه وإعلاقته إيه بجيرانه الغدد اللينفوية والثانويات الموجودة خارج المنطقة دي فيه أورام أخرى في الجسم ولا لا؟ وعلى أثر بقى كل ورم من دول له وصف نعمل إمتى العملية؟ وما نعملش إمتى العملية؟ مالوش خالص دخل بمزاج الطبيب خلاص ده دوكتور راين احنا ماشيين عليه وما حدش خلاص أصبح حد يعني بيخرج عنه وطبعا كل الكلام ده لازم يتم بعد معرفة اسم الورم يعني لازم برضو نسمع كلام الأطباء إن إحنا نعقى قبل أي صدر دي قاعدة قبل أي صدر يتفتح لازم الكلكيعة اللي جوه دي نعرف اسمها ايه إن الكلكيعة اي غير الكلكيعة بي هسو باطالجي ناخد عيينه ونفحصها والعيينة بتتخذ بطريقة سهلة وأيمنها في كل حتة دلوقتي عن طريق العشاء المقطعية إبرة بسيطة والعيين بيروح بيته بعد ساعة على طول هروح للمنطقة التانية المهم بقوي هي تشوهات السطر ما المقصود بالتشوهات السطر؟ تشوهات السطر هي إن القفص الصدري المكون من عظمة القص غدري في الصدر والضلوع ومن ننساش العمود الفقري اللي هو طبعاً بيبقى تبع مقوع أعصاب وطبعاً داكاترة الأعظام إنما بيخش معانا في عملية ببقيت حابش أقول التشويه إنما الاكتمال التقليق بتاعهم بيقاش سليم مثلاً دا باكتس عظمة القص دي بتقوم دخل الجوه نتيجة طول في غضاريف اللي مسك عظمة القص مع الضلوع الغضاريف دي إما تطلع برا؟ تقوم طول فالعظمة دي إما هتطلع برا؟ فهيبقى باكتس كارينيتم أو يخش جوه باكتس اكسكفيتم أو يبقى كومبايند حتة وحتة؟ حتة وحتة حتة طلع حتة دخل حتة طلع حتة دخل سيمتريكال أو سيمتريكال هي بتيجي في بتوع الجزم زمان كان زمان الجزمين بس معادش موجودين جول عشان كان بيسند يشتغلوا وحط الجزم على الآلم ويسند فلازم تسأله يعني أنت لما تلاقيها في الطب أي مريض دخل الجوه فلازم تسأله أنت لشيل الجزمين أولا عشان تعرف ده يكون جينيتل ولا أكواير يعني ده معمولة بسبب شغلته أولا هو مخلوق بيه مخلوق بيه إنما يعني فيه كام نقطة برضو عايزين نوضحها إن التشاوهات دي محدش يلمسها خالص قبل سن 10-11 سنة مع المتابعة هي أغلبية المشكلة هتبقى مشكلة تجملية ولكن التشاوهات للصدر سواء البروز عظمة القصة أو التقاع الصدري بيصيبوا الرئة أحيانا مش كل الأحيان العطبة ترجع اللي وراء أيها بريستريكتب لانجزيز يعني الرئة ما بتبقاش عارفة تتمدد عارفة تتمدد كويس خلاص بالضبط كده هذا يفرقه بقى في الناس الأثليس اللي عزيني لعبوا رياضة إنما هي العملية ممكن تبقى تجملية في الأول وخصوصا عند البنات اللي بتعمل لها جروح صغيرة وبتحمي الرئة والقالب ساعات من التأثر الوظيفي لاحقا في الحياة علاجها عملية؟ علاجها هي ساعات يعني لو المريض جاء بدري شوية بنحط له حاجة اسمها فاكيوم بيل اللي هو شفاط كده عندما دلوقتي العملية بقت بالمنزار اسمها النص عملية لطيفة جدا بنحط بار حديدي ومنقلبه فبتطلع عظمة القصر قدام وبيقض بالبار ده هو ثلاث سنين أحيانا اللي محبش من المرضى يعيش ببار حديدي ثلاث سنين بنعمله عملية عن طريق فتحة في المنتصف طولية أو عرضية بنشيل فيها الغضاريف المستقصلة بنشيل فيها الغضاريف الطويلة أو نستقصلها ثم بنزحزح عظمة الصدر القص للأمام أو للخلف على حسب التشوفين ونسندها بشبكة طبية والمريب بيبقى يعني ساتسفايد يعني يعني بنسبة كبيرة جدا طبعا اسم كبير كان وقدير وجرح من التراز الأول كان في هذا الحوار المشيط للغاية نورتها مرسي خاصة الله يخليك برأي خالب لكم الصدر وجرحات الصدر منطقة الثقافة المصرية فيها الكثير جدا من القصور واللي احنا قلنا أنه هالله لازم يتراجع ولازم ينتشر ثقافيا وأنا أدعو أن هذه الحلقة الأول مرة أدعوكم إلى نشرها من خلال الشير عشان الناس تعرف وتنقل خبرات الأعراض أولا ثم حتى اللي مش أعراض اللي عندهم المشاكل الطبية اللي احنا ذكرناها في أماكن لعلاجها وفي مصريين بيعملوا هذه الجرحات على أرقى مستوى في الأرض المصرية خليكوا دايما مع الدكتور واحد من القمم الكبيرة في عالم الطب النفسي ليس على مستوى مصر ولكن على مستوى العالم الأساس الدكتور سايد عطل العظيم حاس إن الدنيا ملهاش معنى ولا طعم ومش حاس بإني سعيد ولا مبسوط وهي هنا بقديم مرحلة النهاية اللي هي أحيانا بتبقى فجأة إحنا كلنا جوانا مناطق ضعف بس مثل الصمة بماذا نشعر بماذا نحس بماذا نشعر بالراحة أو ما نشعرش بيها نشعر بالسعادة نشعر بالمتعة نشعر بالغم نشعر بالنكد يعني إحنا ما بين هذا وذا كان ويبقى الحياة كلها لها معنى لها اللي هي مشكلة غياب الطوق وغياب الشمس ترجمة نانسي قنقر